السلام عليكم. اهلا بك يا باش مهندسة في المحاضرة رقم اتنين وعشرين وتلاتة وعشرين. ما نتكلم في المحاضرة بتاعت النهاردة عن الكاميرا جيومتري. بالنسبة او الحاجات اللي حضرتك ان شاء الله مفروض تطلع عرفاً من المحاضرة بتاعت النهاردة. اول حاجة هيتكلم معاكي لو انا مسلا عندي معين او عندي معينة. والبوينت دي موجودة في مكان معين في وانا عايز اخد دي وعمل عليها اي اه ترانسفورميشنز ترانسفورميشنز مسلا ان انا اخد دي او ده وانقله من مكان لمكان تاني على او مسلا نعمل عليه او اعمل شيرينج وهكذا. وهيتكلم بقى ازاي ان احنا عندنا اه الوينت دي مسلا اللي هو موجودة في ازاي ان احنا بنحولها لي وبعد كده بقى هيتكلم ازاي ان احنا نعمل لأكتر من على بعض. اه يعني مسلا نعمل على الابجيكت وبعد كده نفس الابجيكت نعمل له اه روتيشن وبعد كن اعمل عليه شيرينج عن سؤون يعني ازاي ان احنا نطبق كزا على نفس الابجيكت او نفس الابجيكت وطبعا الكلام ده اه اه اكوردنج دي والسري دي. اه وبعد كده هنا بيتكلم بقى عن موضوع الكاميرا موديل اه اللي هو بقى يتكلم عن فكرة الكاميرا وازاي ان احنا هنعمل للقاميرا بتاعتنا. وازاي ان احنا بنطلع اللي هي الداخلية اللي بتكون موجودة في الكاميرا. وازاي برضو اه بنحسب اللي هي بتكون عبارة عن والترانزليشن. اه اللي احنا بنقول عليها زي ما قلنا كده وطبعا هنتكلم بقى ده في حالة قضي بالك الكاميرا يعني بعد كده هيتكلم ازاي ان احنا لو عندنا كاميرتين مع بعض اللي هو بقى ازاي كاميرتين دول اه بيتعاملوا مع بعض. كمان هيتكلم ازاي نقدر ان احنا نمثله في اه في الهوموجينيس كورودينات ساستم. بعد كده بقى هيبدأ يتكلم عن وفي الاخر خالص هيتكلم عن طيب بقى خلينا اخدها كده ستيب باي ستيب وان شاء الله الامور هتوضح يعني بالنسبة لكل بوينت تتكلمنا فيها من شوية من البيتين دي. هنا اول حاجة بيتكلم عن التو دي اه بيتكلم لو انا عندي بوينت والبوينت دي مسلا عايز اعمل على ترانزليشن يعني اخدها مسلا من مكان في بتاعها وانقلها اه لمكان تاني يعني مسلا البيت دي عايز اخدها وحركها تبقى موجودة في البيت دي. فهناعمل حاجة زي كده ازاي? هتلاقي ان احنا دايما بناخد الكوروديناتز بتاعة البيتين دي وبنضرب اف ميتريكس سوى مسلا في او حتى في فهنا مسلا بيقولك ان البيتريكس دي هي الماترخص خاصة � بيكون عندي هنا الدجون اه زيرو والدايجون اه بنحط في الارقام اللي احنا عايزينها اه بناء طبعا على مقدار اللي احنا عايزين نعماله. يعني مسلا البيت دي اللي هي الكوروديناتز بتاعتها اكس واي اللي هي هنا ماسلا باتنين اه والواي او او مسلا الاكس بتلاتة والواي باتنين ايا ان كان يعني مهم من دي بتاعت البوينت اللي هي دي. تمام? فبناخد بقى بقى الكوردناتس بتاعت البوينت دي ونضربها في دي فهينا يبقى اتنين وهنا اتنين مضروبة في الاكس اللي هي باتنين يعني اتنين في اتنين هي باربعة فيبقيني هنا احداثيات الجديدة. عايزين نجيب بي كده مثلا ممكن تكون ممكن تكون دي كده الاكس. بس طبعا مش بتماتش يعني مع الكوردناتس. يعني هنا تحس ان هي بعيد اوي. ولكن مش مشكلة. احنا بنحاول نفهم الفكرة يعني. اه بعد كده بنضرب الصفر في الاكس ادينا صفر اه وهنا الاتنين في الواي. الواي هنا بتلاتة يبقى اتنين في تلاتة بستة. يبقى ازا انا كده اجيب الجديد بتاع البوينت بتاعتي بعد ما عملت عليها هو ده الموضوع ببساطة. فهو الموضوع كله زي ما قلت كده عبارة عن ضرب باخد البوينت بتاعتي او الكوردناتس ونضربها في فلو احنا مسلا عايزين نعمل بندرب هنا في دي هنا بنكون عندنا الاس اكس والاس واي. اه وطبعا بنحدد بتاعتهم بقى الحسب مقدار اللي احنا عايزين نعمله. وهنا برضو دي خاصة بالشيرينج لو احنا عايزين نعمل شيرينج. ودي لو احنا عايزين نعمل روتاشن. تمام? طيب اه دي كده خد بالك البوينت دي بالنسبالي او او حتى البوينت دي كده تعتبر فيه كورتزيان كوردنات ساستم. تمام? عشان نحولها ليه كوردنات ساستم. بنتطر ان احنا نزود كمان. تمام? دي معنى مسلا لو انا عندي ميتريكس. اه مسلا يعني دي اي اي كان الميتريكس اللي قدامنا دول. دول كده اعتبروا في القارتزيان. لو احنا عايزين نحوله من فبنيجي هنا نزود الواحد اللي في الاخر ده. تمام? بنزود ده مش اكتر يعني. فدي كده الميتريكس مسلا اللي هي بتعمل قديل تي اكس والتي واي. ده مقدار التغير اللي هيحصل على في الكورتزيان كوردنات ساستم. يعني اسم بيكون عندي والبوينت دي عايز اعمل عليها اخدها من مكان زي ما عملنا هنا كده وننقلها لمكان تاني. فبنحط هنا مقدار او الازاحة اللي احنا عايزين نعملها على الوينت دي. تمام? وطبعا ده دايما بيكون بواحد وهنا آآ دي طبعا البوينت بتاعتنا دي البوينت القديمة. تمام? باخد البوينت القديمة. اضربها في الميتريكس. فبيديني المكان بتاع البوينت الجديدة. تمام? فانا لو انا مسلا قلتلك ان انا عايز اخد البوينت دي هي دلوقتي اخد بالك. آآ موجودة آآ البوينت الجديدة اللي هتطلع دي موجودة في الهوموجينيس كوردنات ساستم. طب لو انا عايز احولها لي ارجعها تاني لاصلها الوقتي بقى في الكورتزيان كوردنات ساستم. قالك بأخد بقى الاكس مسلا دي واسمة على الواحد. واخد الواي اقسمة على الواحد. فتلاقي انها بتديني اكس وتديني واي بس. لان هي هتيسمي الاكس على الواحد هتديك الاكس نفسها. تمام? نفس الكلام بالنسبة للواي. يبقى اذا احنا كده رجعنا الفكتور بتاعنا او ال بوينت او بالكوردنيست بتاعت البوينت ليه الكورتينيست. استنى دائما بنعمل الحرقة دي. عايز احول من كورتينيست بزوط دايمنشن اللي هو الواحد اللي هو مشاور على ده. عايز ارجع تاني من الهوموجينيس لي الكورتيزيان باخد بقى الاكس اقسم على اخر 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 حاجة موجودة لها دايما بتكون واحد والواي برضو برضو نفس الكلام بنقسمها على الواحد. وده الكلام اللي هو كاتبه هنا. تمام? لو انا عايز ارجع الاكس الاصلية او الواي الاصلية باخد الاكس داش اقسمها على الواحد والواي داش برضو اقسمها على الواحد. طبعا هنا بقى طبعا بنعمل عادي بنضرب دي في الفكتور ده. يعني مسلا الواحد هيبقى في الاكس هيديني اكس. تمام? طبعا الاكس دي لها كوردنات عندي. ده بالنسبة للبوين تي دي مسلا. مش البوين تي دي لها مسلا الاكس بتاعتها اللي هي دي اللي هي الاثنين ولا يكون يعني. تمام? آآ وبعد كده الصفر ده هنضربه في الواي هيبقى صفر. بعد كده التي اكس في الواحد هيديني تي اكس. تمام? فنضرب بقى الاكس في التي اكس الاكس دي اللي هي البوينت الاصلية بتاعتي. اضربها في مقدار الترانزليشن ان انا عايز اعمله على الاكس. فهيديني مكان البوينت الجيدة بالنسبة لل اكس اكسس. تمام? نفس الكلام بقى الواي. ناخد الواي مسلا. نضربها هنا. آآ اللي هو ناخد الصف ده. نضربه في العمود ده. اللي هو الفكتور ده. هيبقى صفر في الاكس هيديني صفر. واحد في الواي هيديني الواي. وبعد كده تي واي في الواحد هيديني تي واي. فانا بضرب الواي بتاعتي. الواي دي بضربها في التي واي. فهيديني مقدار الترانزليشن ان احنا بنعمله على الواي. ببنا كده جبت الاكس. والواي بتاع اللي هو المكان الجديد بتاع البوينت بتاعتي. تمام? آآ يبدأ نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا يعني. ولكن احنا هنا شغلين في الهوموجينيس كوردينيات سيستم. آآ بالنسبة برضو للواحد ده. لما احنا طبعا بنضرب بقى فالمفروض برضو اللي هو الصف الاخير ده. اللي هو صفر صفر واحد. سوري خاني ما استمسح. اللي هو صفر صفر واحد اللي في الاخر ده كده. تمام? هنضربه برضو في الفكتور ده. فيطلع لي برضو واحد يعني. تمام? فاذا دايما دايما لما اجي حول من الكارتيزيان آآ او سوري بقى هنحاول ده يا احنا ديلتها في الهوموجينيس لو احنا هنحاول من الهوموجينيس للسيستم هتلاقي ان احنا دايما بنقسم على واحد. وطبعا الاسم على الواحد مش هتغาย راتي بتاعتي. فدائما هيطلع لي الاكس والواي اللي هي في اكتبه هنا يعني. تمام؟ لنا عندي الرقم اللي هو اكس على واحد والواي على واحد. فبيقولك بقى ان هنا دايما بنقسم على الواحد اللي هيدخل هو هو نفسه الاوضبط اللي هيطلع مفيش اي تأثير. وهنا بقى بيتكلم لو احنا مثلا عندنا ال point دي وعايزين نعمل على ال two دي فبناخد بقى طبعا الاكس زي ما قلنا كده يعني بنقسم هنا وبنطلع اللوكيشن الحقيقي بتاع ال point دي. هنا بقى بيبدأ برضو يتكلمك في نفس الموضوع بيقولك مثلا لو انا عندي point او two points دول عايز اخدهم مسلا من مكانهم اعمل عليهم يعني انقلهم لمكان تاني يعني مسلا هنا عندي ال b و c هاخد ال b مثلا انقلها في المكان ده. وال c انقلها في المكان ده. احنا طبعا خلاص عارفنا المستخدمة اه في عملية دي. باخد بتاعت البوينت وبنضرب مسلا هنا سيشغال مسلا او شغال مسلا في مش هتفرق يعني. المهم من احنا بنضرب بتاعت البوينت في الماتريكس اللي موجودة عندي اللي هي مسؤولة عن اللي هي مسلا الماتريكس دي. وبتلاقي ان ال point دي جات هنا ودي جات عند بالزبط تمام? بعد كده هياخد مسلا ال point اللي هي ال b ويبدأ ان هو يعمل لها هنا اه rotation هنا بيعمل rotation. طبعا هنا بالنسبة للتو دي لما بنيجي نعمل اي transformation معينة سواء بها translation او rotation. فبتلاقي دايما ان هنا لو بنعمل rotation بيكون حوالي نقطة الاصل اللي هي ال point اللي هي هنا بالزبط دي. تمام? بالمهم يعني انه اخد ال point دي يعمل لها rotation. زي ما السامي بيوضح كده فهتيبقى النقطة موجودة هنا. وطبعا دي الماتريكس اللي هي بتستهدم في ال rotation. وبعد كده هيبدأ برضو ان هو يرجع ال point لاصلهم تاني. يرجعهم للمكان الصحيح بتاعهم اللي هم ما كانوا فيه في البداية. تمام? فال b بدل ما هي مسلا كانت هنا. هتبدأ اه تيجي هنا كده. تمام? او اه يعني المفروض ال b تيجي هنا في المكان ده زي ما زي ما كانها الاصل يعني. تمام? زي ما هو بيشاوب برسهم كده. وبالنسبة لل c اللي هي النقطة اللي عند نقطة الاصل او ال orient point هتتحرك تبقى موجودة في المكان ده. وطبعا ده من خلال الماتريكس اللي موجودة هنا. هو كل اللي بيعملوا ان هو بس بيعكس الاشارة بتاعت بتاعت. يعني احنا هنا كنا مسلا بنعمل لو مسلا كانت باتنين. وال دي كانت برضو باتنين. هيبقى هنا سالب اتنين. وهنا برضو هيبقى سالب اتنين. لان احنا بنعكس يعني بنرجع تاني للمكان الاصلي بتاعه. فده هو الخاص بال اول حاجة ياخد يعمل على من خلال الماتريكس اللي هي آآ الماتريكس دي. بعد كده يعمل من خلال الماتريكس دي. وبعد كده يعمل لي الترانسلايشن اللي كان عمله اللي هي الماتريكس دي. ف هتلاقي ان هو هنا آآ يعني بينعاف الποينت شوية بينقلهم من مكان وبعد كده يعمل بعد كده رجعهم تاني لنفس المكان. آآ من خلال ان هو بيدرب بقى في بعض يعني. تمام? وهنا روس دول وهو هنا عمل يعني يعمل يعني وبرمز لهم 전에 gute mums اللي هو الام دي. فالام دي اه طبعا اي حاجة زي ما هو كان متكلم قبل كده اي تحت اشارة تاني يبقى دي متريكس. انما لو تحت اشارة واحدة تبقى مثلا او المهم يعني ان هو ده بتاع اللي هو بيكون مثلا الاكس هنا بالنسبة للبي بواحد والوايب بالنسبة للبي باتنين فده هو البي بتاعتي اللي هي موجودة هنا. تمام? فبياخد بقى الكوردينيس بتاعت البي دي. ويبدأ ان هو اه يضربهم في الام اللي هم معبارة عن دول. وبيطبق بقى مجموعة الترانزليشن الترانزليشن والروتيشن اللي هو عملهم هنا. نفس الكلام بقى في الثري دي. احنا اخد اي بالك بنتكلم في الثو دي عندنا اكس واي فقط. طب مسلا لو انا عندي اه بوينت موجودة في الثري دي. وعايز اعمل عليها ترانزليشن. سري دي يعني انا عندي الاكس والواي والزد. فبرضو كل اللي هيحصل ان انا هزود هنا اه اللي هو الروز الخاصة بي الزد. يعني مسلا اكس والواي دول مسلا دي كده الخاصة بالترانزليشن اللي هي بتاخد بوينت وتنقلها لمكان تاني. تمام? ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في الثري دي فهنيجي هنا نزود التي زد. والواحد اللي في الاخذ ده او الصف ده هو الخاص بيه تمام? زي ما هو هنا يعني بيوضح يعني من خلال آآ الدوائر اللي عاملها دي. فدي الماتريكس الخاصة بالترانزليشن بخدها اضربها في البوينت بتاعتي برضو البوينت بتاعتي اللي بيكون لها اكس واي وزد. فبتتنقل لمكان تاني ودي الماتريكس الخاصة بالسكيلينج. بعمل سكيلينج دي الصورة بتاعتي مسلا او للبوينت بتاعتي بالنسبة لل اكس والواي والزد ده طبعا في السري دي. وبرضو الصف اللي في الاخر ده هو الخاص بيه الهوموجينيوس كورودينات ساستين. فنضرب يعني الماتريكس دي. في الفيكتور ده. فبيديني المكان الجديد بتاع البوينت في السري دي. وطبعا موضوع السري دي بقى اللي قد يتكلم فيه او آآ آآ يعني بناخد البوينت. احنا اتكلمنا من شوية ان في آآ لما باجي مسلا اعمل آآ او اعمل اي في دي. زي ما اتكلمنا ان البوينت البوينت نفسها اللي انا بنقالها من مكان لمكان بتعمل آآ سوربي حوالين يعني لو هفقرك بيها. اه هنا لما اتكلمنا في حتة دي قلت لك نزل اللي احنا بنعمل بتلاقي ان البوينت بتلف حوالينっていうهutz اللي هيدي. تمام يعني البوينت اللي هي بيه لما عملها كده اي ان كان يعني المكان اللي عامل في دايما بتلف حوالين بوينت. آآ انما طبعا وده ده الكلام اللي هو كاتب هنا. انما طبعا في احنا بنعمل حوالين حوالين نفسها. اللي هو الاكس والواي والزد. تمام? فهنا طبعا بيتكلم عن هما برضو بتعمل حوالين الاكس. ودي بتعمل حوالين الواي. ودي بتعمل حوالين الزد. تمام? وبرضو دول بنقول عليهم. لسه برضو هنا بيتكلم عن او الفكرة هنا ان هو بقى بيكون مسلا عندنا اي حاجة موجودة في عندي في دي. آآ ولا يكون مسلا طيارة. فالطيارة دي اللي هي مسلا ممكن تكون او لعبة كده. فبناخد الطيارة دي مسلا في دي. ندورها مسلا نعملها على الاكس. بعدها نعملها على الواي. بعدها نعملها مثلا على المهم يعني ان احنا بنقود نغير على الاكس والواي والزد. لحد ما بنعمل اللي احنا عايزينه يعني. فهو هنا بيقول لك بقى بالنسبة له الاويلر انجلز. لو انا مسلا عندي معين. زي مسلا اللي هو عامله هنا كده. تمام? مجموعة دي. اللي هو هنا آآ اول حاجة بقى بيقول لك المفروض احنا نبدأ بتاعنا ازاي. انا دلوقتي عندي اكس واي وزد. فمفروض ده او اللي موجودة عندي في اللي هو يتحرك بانهي ترتيب. فهو اول حاجة بيقول لك ان هو لازم يتحرك على الاكس. يعني بتحرك بتاعنا على الاكس الاول. يعني معنا ان هو يتحرك على الاكس يعني انا باخد البوينتس اللي موجودة عندي. اللي هي ايا كان يعني الابجيكت اللي موجودة عندي او ايا كان البوينت اللي موجودة عندي في السري دي اللي بيكون لها كوردنات اكس واي وزد. باخد البوينت اللي هي البي اللي هي قيمة للاكس وقيمة للواي وقيمة للزد وبضربها هنا في اللي هي 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 دي. فانا كده مجرد ما انا خدت بتاعتي وده ربطها في دي. كده عملت كده بتاعتي عملت حوالين تمام? زي طبعا ما هو هنا بيوضح كده بالاسهم كده. طيب ده كده اول اول في التانية بنعمل حوالين لي. لذلك هو هنا عملك هو preservation معنا كمان هنا كاركولين مش بس هنا حوالين يعني هياخد النتيجة اللي طلعت نتيجة يعني درب الموقفز بتاعة اللي هي الاشرة في بتاعة الاكس. النتيجة اللي هتطلع هيمضربها في الميطرين دي اللي هتعمل حوالين لي تمام? فلما تعمل حوالين هتديني هنا المربع اللي هو عامله باللون الاحمر ده تمام هتلاحظي هنا فيه اختلاف بالنسبة لي الشكل القديم يعني. يعني هتحس ان المربع الاحمر ده ممكن مسلا ان هو بيترفع من قدام بيترفع من هنا كده مسلا او بيترفع بيترفع مسلا من المنطقة دي او بيترفع من هنا تمام فهوريكي دلوقتي فيديو يعني بيوضح العملية دي ولكن هو هنا يعني ممكن ما تكونش واضحة قوي يعني بالنسبة لك على الوي ولكن آآ زي ما قلنا احنا الاول بيعمل على الاكس بعد كيف نعمل على الوي وبعد كيف نعمل على الزد ولكن لما بنيجي نعمل على الزد بيحصل مشكلة اسمها مشكلة دي بتحصل خلينا نشوف الاول على الزد ده ده الوتيشن اللي على الزد اللي هو الشكل اللي عمله باللون الازرق ده طبعا ايه لما بعمل على زد بيحصل هنا على حسب بقى يعني لو انا برفع من قدام فبتلاقي ان هو دي الحتة او اللي حصل على زد هو الجزئية دي. آآ طبعا ده كده دي حتة كده اترافعت لفوق. وهنا برضو بيحصل تغار على المهم يعني على حسب انا بحرك من قدامه اللي من وراء فبيحصل تغار في الزد يعني. لو حضرتك جتي بصيرك معي هنا كده. ده كده بيعمل هو بيحرك هنا عندنا طيارة موجودة في اللي هو فهنا اول حاجة قلنا ان احنا بنعمل على الاكس. فادي اللي حصل على الاكس. تمان? بعد كده كان مفروض ان هو هيعمل على يبقى ده كده اللي حصل على الواي. بعد كده اخر حاجة هيعمل على الزد. ده كده اللي حصل على الزد. فده الموضوع ببساطة يعني عندي وبحركه على الاكس والواي والزد عشان اعمل اللي انا عايزه. ولكن قلنا في مشكلة بتحصل ولا قبل ما نتكلم فالمشكلة هو هنا طبعا بيقولك ان او البوصلة اللي قدامنا دي هي بتستخدم اللي هو التكنيك اللي احنا شفنا من شوية بتستخدمه فيه عملية يعني ده احد بالنسبة ليه وانا بقى بيبدأ يتكلم عن اللي احنا المشكلة اللي اتكلمنا على من شوية يعني. والمشكلة دي بتحصل لما يكون عندي عاملين مع بعض بمعنى ايه? لما تلاقي هنا مثلا ان اللي هو المربع اللي بدون للاحمر ده. وآآ ده طبعا الار واي. والار اكس ولوه مسلا اللي ده ده. وبقولك هنا اللي هي الار اكس. اللي هي دي يعني. تمام? آآ فهتلاقي ان هنا اللي اتنين عاملين مع بعض. بمعنى ان انت هتلاقي آآ آآ اللي هو مسلا ده. والي هو باللون الاحمر. اللي اتنين يعني اللي اتنين عاملين محاذاة مع بعض في نفس فمن هنا بتظهر المشكلة. الموضوع ببساطة اللي هو الخاص بالجنب اللوك لما بيكون عندي دول عاملين مع بعض. يعني عاملين محاذاة كده مع بعض. فلما بيجي يحرك بقى التالت اللي موجود عندي اللي هو الزد مسلا. فبتلاقي ان انا مش عارف اعمل بتاعي زي ما انا عايز. فهنا بيحصل لص. بنقول عليها لص. لدي. دي جري اوف فريدوم. دي جري اوف فريدوم. احنا هنا عندنا سري دي جري اوف فريدوم اللي هو الاكس والاي والزد. فاذا انا حركت اتنين. التالت هاجه حركه طالما في مع بعض اللي هو الاكس والواي. يبقى الزد مش عارف اطلع شكل الاوبجيكت زي ما انا عايز. بالنسبة للروتيشن يعني. يا لحضرتك جيتي بس لان بصيتي هنا معايا في الرسمة دي. دي عندنا اوبجيكت هو اللي هو الطيارة دي. بنحرقه عادي بنعمل لو بنلفه او بنرفعه الفوق وننزله تحت وهكذا. فبنعمل اللي احنا عايزين. فامتى بنقف مشكلة لما بيكون عندي مسلا اه حركت الاكس. بعد كده مسلا الاكس حركته بزاوية تسعين درجة. وبعد كده حركت الاي ولكن زاوية الاي مية خمسة وتلاتين. هتلاقي ان هو مسلا الاكس اه اه الروتيشن اعملته على الاكس والروتيشن اعملته على الواي خلى دول يكونوا عاملين مع بعض. زي ما انت شافة كده في محازاة ما بين الدائرة الخضرة والدائرة التانية اللي هي اللبني. وده هو الزد بتاعي. فلما اجب بقى احرك بعد كده على الزد هلاقي ان انا مش عارف اتحكم في بتاعي. انا مفيش اكسز اه اه مفيش اكسز يعني اه تاني غير الزد موجود عندي. هقدر ان انا احرك الطيارة عليه عشان اطلع شكل اللي انا عايزه. لان هنا الاتنين عاملين جنب اللوك. عاملين مع بعض. يعني اقصى حاجة الزد ده هتقدر ان هي تعملها. ان هي تلف الطيارة دي بس تعد تلف كده حاولين نفسها. بس ده ده هيكون الوحيد اللي هي تتحرك فيه يعني. فطبعا المشكلة دي بقى بيكون حلها ان احنا اه طبعا ما اتكلمش عندك في الحل بتاعي يعني واتكلم معك عن المشكلة وخلاص. ولكن بيكون حلها بقى ان احنا بنزود رابع وبيتم حل المشكلة دي. هنا بقى لسه تاني بيتكلم عن احنا طبعا خلاص اتكلمنا على الكلام ده. وقلنا ان احنا هنا في حالة اه ما بيكون عندي اكس واي وزد بنزود هنا الزيادة ده. اللي هو الخاص بالزد. واللي تحت دوت هو الخاص بالهوموجينيس كورودينات. ده طبعا في حالة اللي احنا بنعمل آآ لينير ترانسفورمس. يعني دي بتعمل لو انت كنت يفاكرة شفناه من شوية. ودي الماتريكس اللي هي بتعمل يعني بشوف انا عايز اعمل بتاعتي او بتاعي على الاكس والواي والزد بمجدارها الدقيقة فبحدد هنا. وده هو الخاص بالهوموجينيس كورودينات ساستم ويعني هنا برضو شرحنا الكلام ده خلاص من شوية. وهنا بقى خلاص بيقول ان ده ثابت معنا دايما زي ما هو بيتكلم هنا كده. آآ الهوموجينيس كورودينات ساستم ده تثابت ومش بيتغاير. تمام? طبعا دي كده تعتبر ايدنتيتي ميتريكس. وده كده الترانزليشن فيكتور. تمام? آآ طيب. طيب الانتروداكشن بقى اللي هو شرحها في البداية دي كلها موضوع الترانزليشن بالنسبة للتو دي والسري دي وطبعا المشكلة بتاعته. كل ده كان يعتبر تمهيد بالنسبة للموضوع اللي هو عايز يتكلم عنه. اللي هو الخاص بقى بعملية الترانزليشن اللي بتحصل على الوبجيكت بتاعي في وازاي ان احنا بناخد الكوروديناتس بتاعت دي ونبدأ ان احنا نحاولها على بمعنى انها مسلا بيكون معايا الكاميرا بتاعتي. والكاميرا دي بتتصوري بيها اوبجيكت معايا. تتصوري مسلا بيها شخص اي حاجة. فطبعا اي حاجة في العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه ده بتكون عبارة عن سري دي. فالفكرة بقى ان انا لما بصور الصورة بتليفوني الصورة دي لما بتظهر لي قدام على التليفون وبشوفها ما بتكونش سري دي بتكون دي. فازاي بقى عملية الترانزليشن دي بتحصل? ازاي ان احنا الصورة في الحقيقة اللي هي كانت موجودة عندي كانت سري دي. ومن خلال بس الكاميرا مجرد ما انا صوتها اتحولتها على التليفون لتو دي. فده اللي احنا عايزين نعمل ما بنجعني ازاي ان انا اطلع دي مسلا اخدها اضربها في البوينت بتاعت اللي هي موجودة في السري دي. فتقوم محاولة دي للتو دي في او في الصورة بتاعتي. فطبعا الموضوع ده ده بيكون من خلال اه اه سوري مش بتكون من خلال بينهول بيكون من خلال الكاميرا اللي موجودة عندي. اللي هي اللي هنتكلم عنهم بعد شوية. المهم يعني ان هو هنا خلانا شايف اول حاجة انا بيقول لك ان احنا عندنا بتاعنا في السري دي. ادي سري دي اوبجيكت ليه كوردينة اكس واي وزد. فمن خلال بقى اه وهنا طبعا عكس الرسمة. هو الرسمة دي اصلا انت لغبة. طبعا المفروض الرسمة تبقاش كده. يعني هو هنا حاطت لك الكاميرا. ده بيقول لك ده هو اعتبر او الكاميرا فوكس. اللي هي العدسة بتاعة الكاميرا يعني. فمفروض اصلا العدسة دي تبقى موجودة هنا. يعني يعني الترتيب بيكون ازاي? قد عند اوبجيكت ليه الشجرة دي. تمام? ومفروض هنا يكون فيه كاميرا بتصور الصورة دي. وده البنهول اللي هي العدسة بتاعة الكاميرا دي. تمام? وبعد كده الكاميرا دي بتعكس الصورة. تبقى موجودة هنا كده مس. دي الصورة خلاص موجودة جوة الكاميرا هنا. في آآ في يعني تمام? انما هو هنا حطت البسريدي وبعد كده حطت وبعد كده حطت الكاميرا. مفروض اصلا الكاميرا هي اللي بتطلع عليه يعني الكاميرا موجودة هنا كده. تصور المشهد ده. ويبقى عندي هنا تمام? اللي هي الصورة آآ بتنعكس بقى. لان انت عارفة فكرة الكاميرا. لو انا عندي مسلا ازاي ده وبصوره. فمفروض الابجيكت بيظهر اللي هنا معكوس. بنفس الطريقة اللي عيني الانسان بتشتغل بها يعني احنا اي حاجة بنشوفها آآ بتكون عبارة عن آآ اي حاجة طبعا سري دي بتشوفها فبتنعكس جوة في العين بتكون مقلوبة. فطبعا بقى بتتبعت للمخ والمخ بيبدأ ان هو يعدل الصورة وبنشوف يعني الصورة معدولة. تمام? طيب. اللي عايز يقوله هنا. خلا ماشينا على الرسمة بتاعته خلاص. المهم من انا وضحتيك الفكرة عشان ما تتلغبطيش. هنا عندنا آآ وبجيكت سري دي. وهنا بيكون عندنا كامرة معينة والكامرة دي لما تصور الصورة دي اللي هي السري دي بتبقى موجودة هنا في او في الفريم بتاعته يعني على شكل دي. آآ فهنا بيقولك بقى ان المسافة ما بين ما بين بتاع الكامرة وما بين المسافة دي اللي هي الاف. تمام? اللي هي الفوكل لينس يعني. الفوكل لينس طبعا دوت آآ المسافة بتاعته بتختلف على حسب القرب او البعد من الابجيكت بتاعي. وعشان برضو الامور توضح لحضرتك اكتر. انا هنا عندي على اليوتيوب كنت اشرح موضوع الكامرة ده. آآ هنا كنت برضو بتكلم عن الكامرة اللي هو بيتكلم عنه دلوقتي. ان انا زي ما بقولك كده بيكون عندي الكامرة. الكامرة اللي هي موجودة هنا في الدارة اللي هو باللون الاحمر دي. وبيكون لها الكامرة بتاع اللي هو بتاع الكامرة اللي هو هنا بالزبط. تمام? وطبعا ده بيكون لي كوردنات اللي هو كوردنات سري دي برضو يعني. اللي هو هنا الكاي والجي والاي. تمام? دي هي الكوردنات الخاصة بالسنتر بتاع الكامرة. تمام? آآ وهنا طبعا المسافة ما بين بتاع الكامرة اللي هي دي كده. لحد الابجيكت. لو انت واخدارك هنا عندنا شمعة ولما القامرة صورتها زي ما انا قلت لك الشمعة دي بتبقى معكوسة او اي يعني بيبقى معكوس هنا في الامج بلين فده هو يعتبر الامج بلين بتاعي فالفكرة هنا بقى ان هو اه طبعا زي ما قلت لك ان المسافة دي كده من السنتر بتاع الكاميرا او لحد السنتر بتاع اه اه لحد السنتر بتاع الامج هنا لما بتنعكس يعني الامي الج بلين المسافة دي كده تعتبر الاف بتاعتي اللي هي الفوكل لانس workspace يعني تمام والمسافة من الكاميرا بتاعتي او السنتر بتاع الكاميرا لحد الابجيكت اللي هي دي كده للزد تمام فهنا طبعا 이 الابجيكت ده ليه كوردنات اللي هو الشمعة دي في الحقيقة ليها كوردنات اكس ووي وزد تمام ولما تعكست هنا في الامج بلين بقى لها كوردنات تو دي تو دي اللي هو هتبقى مثلا اليو ادي اليو ودي الفي تمام فالفكرة كلها ان انا عندي البيينت دي اللي هي البي اللي احنا هنا مشاورين عليه بالسهم دي اتعكست انا عايز نمسح كده البيينت اللي موجودة هنا دي اتعكست بقت موجودة هنا بالضبط عند اليو تمام فالفكرة كلها ان احنا زي ما قلت لك كده بنجيب علاقة ما بين ان انا طبعا بجيب علاقة ما بين البيينت دي اللي هي هنا في دي ولما تعكست هنا في دي علاقة بمعنى ايه بمعنى ان انا عايز اطلع متركس احنا من شاء كنا بنتدرب على ان احنا مسلا عندنا في دي او دي بخلص البيينت دي في حصل لهم اصلا ترانزليشن او روتيشن او شيرنج ايا كان الترانسفورميشن زي اللي احنا كنا بنعملها. فالموضوع هنا ببساطة ان انا عندي اه او ان انا عايز اطلع الماتريكس. الماتريكس دي اضربها في هنا في ثم اديان الناحية التانية في بالكوردناتز بتاعتها اللي هيكون لها طبعا هنا البوينت في هكون لها هي كوردنات يو وفي. على عكس هنا كان لها كوردناتز. تمام? فهنا طبعا بالنسبة يعني الموضوع اليو والفي ازاي ان احنا بنطلعهم اللي هو اليو دي والفي دي. لها القانون ده. طبعا القانون ده جي من حساب المسلسات. لو انت وعد بالك خلينا امسح برضو هنا. هتلاقي هنا عندنا مسلسين. المسلس اللي هو اه ده اول مسلس اهو. ده كده مسلس. تمام? والمسلس التاني اللي هو المقلوب ده. ده المسلس التاني. فطبعا هنا المسلسين دول ليهم نفس السيتا. يعني الزاوية دي هي هي نفسها الزاوية دي. تمام? وبرضو التول ده كده. الفي هنا هي هي نفسها الهايدة يعني بيتساوي مع الهايدة. مو من الاتنين آآ في علاقة ما بينهم. فهنا مسلا لو جينا قدمنا الفيديو شوية هتلاقي ان انا هنا بعمل ايه بقى خط المسلسين براه هم? وانا خلاص ان دي الزاوية دي هي هي نفسها الزاوية دي ودي زاوية قايمة وهنا كمان دي زاوية قايمة. فازا من حساب المسلسات هنستنتج ان هنا التول ده اللي هو الفي. تمام? لما سيمه على آآ اللي هو الطول ده كده بتاع المسلس ده. اللي هو الكلام اللي انا كتبه هنا. هتلاقي ان هو بيساوي ايه? هتلاقي ان هو بيساوي ده. اللي هو الاف اللي هو البعد البقري او بتاع الكاميرا اه اللي هو الاف ده هيكون بيساوي اللي هي دي. كمام? يبقى ازا هنا ال v على ال y هتساوي ال f على ال z. دي قانون طلعناه او علاقة يعني طلعناها من خلال حساب المثلثات. فلما حب ان انا بقى اخد ال v لوحدها هتساوي ايه? هتساوي اكن انا ضربت مقص يعني. هتديني ال y مضروبه في ال f مقسومة على ال z. ال y دي هكنها هكنها في البسط يعني تمام? فدي دي بالنسبة لل v. دي اللي احنا هنا بنجيبه بالنسبة للبوينت في ال to d. خد ايبالك احنا بنطلع اه هنا علاقة اهو مبين ال ال بوينت دي اللي هي في ال three d. والبوينت اللي هي في ال two d. تمام? فانا ببساطة. لو خدت الاو خط الواي اللي هو الواي دي. الواي دي كده. ودربطها في الاف اللي هو اللي هو المسافة ما بين بتاع الامج بلين لحد بتاع البين او القامرة. تمام? بعد كده قسمت على الزب. الزب اللي هو المسافة ما بين الابجيكت والقامرة نفسها. ما بين الشمعة نفسها وما بين بتاع الكاميرا اللي هو الزد دي. فانا كده يعتبر جبت اول بوينت اا اول بوينت على التو دي بالنسبة للابجيكت بتاعي. البوينت التانية هنجيبها بنفس الطريقة برضو. احنا كده جبنا في بي خد بالك. اليو برضو هنجيبها بنفس الطريقة. هتكون بتساوي الاكس مضروبة في الاف على الزد. يبقى احنا كده جبنا الكوردينيات بتاعت الابجيكت بتاعي في التو دي. لكني جبت قمت البيكسل هنا يعني مش قمت البيكسل لاني قمت البيكسل دي بيكون معتمد على الكلارز. لكن انا جبت اا بتاع البوينت دي بالتحديد في التو دي امتج اللي موجودة عندي. لكني جبت يعني الاكس والواي بتاعت البوينت دي. فده نفس القانون اللي هو كاتبه هنا. الدي الدي هنا بتمثل البعد البقري او اللي هو المسافة ما بين الامج بالان والسنتر بتاع الكاميرا. والواي هنا بتمثل اا قيمة الواي نفسها بالنسبة للأوبجيكت. تمام? لان احنا قلنا الابجيكت بتاعنا هو عبارة عن سري دي يعني احنا بنصور حاجة في الحاجة دي سري دي بكلها اكس واي وزد. فالواي دي بتمثل الهاي بتاع الابجيكت. والدي بتمثل الفوكال لينس مقسومة على الزد اللي هي المسافة ما بين الكاميرا سنتر والاوبجيكت بتاعي. اللي هي كانت المسافة دي اللي احنا شفناها هنا. ادي الشامعة وادي الكاميرا سنتر فالمسافة دي هي الزد. وطبعا الكاميرا بتعكس للصورة هنا في الامج بلين. فبيكون عندي هنا الفوكال لينس اللي هو الاف ده. تمام? وتغيير في مش اكتر يعني. فهنا بقى بيتكلم عن فكرة الكاميرا. الكاميرا اه طبعا العمل الكاميرا دي هو عالم عربي في الاساس يعني كان الحسن ابن الهيسم وكانت فكرة الكاميرا ان هو بيجيب مسلا غرفة مظلمة. او يعني صندوق اه مظلم زي الصندوق اللي قدامنا ده كده. وبيكون عندنا هنا الابجيكت موجود في السري دي. ودي بتاعة الكاميرا. اه فطبعا هنا اه بتاخد الصورة وبتعكسة هنا بتبقى موجودة في دي. زي ما احنا اتكلمنا من شوية. فالفكرة هنا بقى بيتكلم عن تأثير القيمة بتاعة الزد. يعني مثلا لو انا هتكلم هنا على الزد. احنا قلنا الزد بتمثل المسافة ما بين الابجيكت اللي انا بصوره وما بين بتاع الكاميرا نفسها. دي كده تعتبر الزد. فكل ما الابجيكت بتاعي اللي انا بصوره. الشجرة دي مثلا لو بيصورها. لو الشجرة دي موجودة بعيد جدا جدا جدا. ففي الحالة دي الصورة في هتكون صغيرة جدا. حاجة حاجة بديهية يعني. يعني لو انت بتصواري. لو انت بتصواري سري دي والابجيكت ده وتبعيد جدا عن الكاميرا. فبالتالي لما تيجي تبص على الصورة عندك في التليفون هتلاقي ان الصورة بتاعها صغير. فازن الزد دي المسافة دي كل ما هتزيد كل ما هيحصل ان بتاعتي او شكل الابجيكت في هيكون الصغير بتاعه صغير جدا. فاللي احنا ممكن نستنتجه هنا من دي لما بنيجي لما بنيجي مسلا نزود اللي هو الفوكل لينس اللي هنا اللي هو برمز له بديه اللي هو الفوكل لينس المسافة دي كده. لما بنزود الفوكل لينس هتلاقي ان هنا قيمة بتاعت الواي بتجبر. تمام? اللي هي الواي داش اللي هي دي. طيب. اه ده بالنسبة للفوكل لينس. طب لو هنتكلم مسلا على الزد. لما الزد تكبر معنى معنى ان الزد تكبر يعني المسافة ما بينكم وبين الحاجة اللي انت بتصوريها اللي هي الشجرة دي تكون مسافة كبيرة. ده معنى ان الزد تكبر تمام? فلما الزد تكبر الواي هتصغر معنى ان الواي هتصغر زي ما قلتلك بتاع الابجيكت في هيكون حجمه صغير جدا يعني. فده تأثير زيادة الواي هتلاقي ان الواي داش اه سوري زيادة اه زيادة لدي اللي هو اه الفوكل لينس اللي هو هنا ده كده اللي هو المسافة ما بين السمتر بتاع الكامرة لحد الامج بلين فلما الدي هنا بتزيد هتلاقي الواي بتزيد يعني العلاقة طردية يعني. انما هنا المقام الزيد ده اللي هو المسافة ما بين بتاع الكاميرا والابجيكت لما تزيد هتلاقي ان هنا قيمة الواي الواي داش اه اللي هي الواي داش دي بتصغر. فده هو اللي بيتكلم فيه هنا في السلايد يعني واللي كان بيحاول تقريبا نشرحه ليكم هنا في السلايد ان هو الابجيكت لما بيقرب من الكاميرا او بيبعد ده تأثيره بيكون ايه على الفوكال وبرضو على شكل الابجيكت في هل هو مسلا كبير ولا صغير بناء بقى على اربع او بعد او المسافة بتاعة الزيد دي يعني اللي هو اربع او بعد الابجيكت اللي احنا بنصوره من الكاميرا سنتر او هنا بقى بيتكلم عن اه او او الخاص بالبين هول بتاع الكاميرا ده اللي احنا اتكلمنا فيه عملية الانعكاس بتاعة الابجيكت على ده كده يعتبر اه فهينا بيقولك ان احنا نقدر نمثل الخاص بالبين هول بتاع الكاميرا من خلال اربعة فاربعة تمام طبعا دي بعد شوية هايقول عليها وهيتكلم عن التفاصيل بتاعتها ولكن هو هنا دلوقتي بيقولك ان احنا نقدر نمثل عملية دي اللي هو انعكاس الابجيكت على الامج بلين اه نقدر نمثل العلاقة دي من خلال اللي هي اللي قدامنا دي كده اه وهنا طبعا دي الخاصة بالابجيكت اللي هي الشجرة بتاعتنا اللي هي كوردينة اكس واي وزد وطبعا الواحد ده خلاص تعرفنا اللي هو الخاص به فالفكرة هنا بقى ان انا بضرب بضرب الماتريكت دي في الفيكتور ده فبيديني الفيكتور الجديد ده اللي هو بيكون اه مكان بتاعي في الامج بلين. او مش في التو دي لان احنا خلاص اتفقنا ان التو دي بيتمثل في اليو والفي او بيكون عندي بس تو كوردينة اللي هو اكس واي. ايه هي الكوردينة الخاصة بالكاميرا سنتر لان ازا ما حارك فاكرة من شو قلتلك ان الكاميرا سنتر بيكون لها برضو سري كوردينة. فهو هنا بياخد الرول اول واضربه هنا في الكولوم ده او الفيكتور ده. فهنا دي في الاكس هيدينا دي اكس. طبعا الدي اللي هنا بيتمثل بالنسبة لل اكس. والدي اللي هنا بتمثل بالنسبة اللي هو البعد البقري بتاع الكاميرا نفسها. اه فطبعا احنا هنا المفروض يعني بنتطلع دي. اه وطبعا بنتطلع دي دي كده طبعا زي ما قلنا يعني. اللي هي الداخلية اللي بتكون موجودة في الكاميرا من جوة يعني. اللي هو بالنسبة لل اكس والواي. تمام? اه فبرضو بعد شوق اللي هو متكلم عن يعني وحاطة بتاعتنا نتكلم بالتفصيل وهنشوف مثلا هو حاطة مثلا او لو بيعمل او اي حاجة يعني. او طبعا دي خاصة بالبارامترز الخارجية بتاعت الكاميرا يعني. اللي هي بنقول عليها الاكسترينسيك برامترز المهم يعني اللي هو بياخد كل صف هنا واضربه في الكولوم. وبيطلع هنا الفيكتور ده. والسؤال ده خلاص احنا اعتبر آآ جاوبنا عليه يعني اللي هو لما بغير مسلا في شكل بتاعي او لما بغير في الانجل او مثلا بتاعت الكاميرا. فده تأثيره بيكون ايه على الفق اللينز. لما بضلت اقول لحضرتك مثلا لو احنا انا آآ زودنا الدي او قالنا الدي نفس الكلام بالنسبة للزد. ده تأثيره بيكون ايه على الفوكل لينز. فهنا برضو كل ما المسافة اللي ما بيني وما بين الابجيكت هتزيد. اللي ما بين القامرة قصد يعني وما بين الابجيكت. اللي هي الزد دي يعني. كل ما هتزيد. فلا يحصل ان البعد البقري او الفوكل لينز هيقل. فهو هنا بيديك اكزامبل اهو. على آآ الفوكل لينز. بالنسبة لي الفيو نفسها. فاطلعسي هنا مسلا ان هو عايز يصور المنطقة دي من الجبل يعني. تمام? فتلاقي ان هنا الفوكل لينز بتاع القامرة لما كان مسلا اربعة وعشرين ملي متر. فتلاقي ان هو بياخد بيو كبيرة ومش بيجيب الابجيكت اللي احنا عايزينه بالزبط. انما هنا مسلا لما زود الفوكل لينز شوية خلاها خمسين آآ ملي متر. فكده هتلاقي ان هو الابجيكت اللي بيصوره آآ او الفيو بتزيد اكبر يعني. فازا في علاقة عكسية ما بين الفوكل لينز والفيو بتاع الابجيكت اللي احنا بنصوره. هنا طبعا بالنسبة لي الفوكل لينز كان متين وهنا كان تمنمية. فتلاحزي ان هو اكنه بيعمل زوم يعني اللعبة اللعبة في البرامتر الزي الخاصة بالكاميرا نفسها اللي احنا بنقول عليها احنا كده اكننا بنلعب في دي. وبالتحديد يعني هو هنا اكنه بلعب في دي كده. بالتحديد في الفوكل لينز اللي هو الخاص بالاكس والفوكل لينز الخاص بالواي. تمام? كل ما بيكبر الفوكل لينز اللي هي المسافة دي كده. اللي هي ما بين المسافة من والكاميرا سنتر. كل ما بتزيد كل ما بتلاقي كل ما بتلاقي ان يعني بيوضح معي اكتر اللي انا بصوره. فلو انا مسلا عندي بعيد جدا جدا زي الشجرة دي. لو ايه مسلا بعيدة جدا يعني. اه وانا عايز الصورة بتاعتها تكون واضحة جدا معي في الصورة التو دي. اه لازم ازود اللي هو الدي اللي موجودة عندي هنا. ليه المسافة ما بين الكاميرا سنتر وما بين اه او يعني بتاعت الكاميرا والامج بلينة. فلما تيجي مسلا انت بصي على كاميرا زي دي هنا هو مكتوب اربعة وعشرين ملي متر فتفهمي من كده ان الكاميرا دي الزوم بتاعها اخره كده. هو مش عارف يجيب لك الجبل اللي هناك ده اكتر من كده. تمام? اه لان الزد دي كبيرة. الزد كبيرة جدا يعني. ففي حالة مسلا لو كانت الزد كبيرة بالشكل ده يعني اللي بصوره بعيد جدا جدا عن الكاميرا. ففي الحالة دي عشان اجيبه بتفاصيل ادق بقى واعمل عليه مثلا زي هنا كده لازم بزود او البعد البقري اللي هو بيكون ما بين الكاميرا سنتر والامج بلينة. فانا برضو لسه بيتكلم عن الكاميرا اه يعني بالموضوع ده اللي هو الخاص بالبين هول اللي هو الكاميرا بتاخد الصورة بتعمل لها في يعني من خلال اه الماتريكس دي اللي هي الخاصة دي اللي هي بتمثل الدخلية اللي بتكون موجودة في القاميرا نفسها اللي هو زي ما قلنا كده الفوكال لينس والفوكال اه طبعا الفوكال لينس لل اكس اللي هو بيكون هنا والواي وهكذا يعني تمام? فالمهم يعني ان البرومترز دي القيم بتاعتها بتختلف على حسب نوع الكاميرا نفسها. ففيه مسلا بعض الكاميرات تلاقي ان الكاميرا متريكس بتاعتها كده اللي هي الانترينسيك متريكس. بعض الكاميرات تلاقي ان هم بيعملوا دروب لزي. طبعا هنا في بيعملوا دروب لزي يعني. وهنا تقريبا بقى بيوضح لك يعني بالصورة اللي قدامنا دي ان احنا هنا لما بنعمل دروب لزي. اه بتكون الصورة مسلا حاجة بالشكل ده. وهنا طبعا بيقولك ان الصورة اه هنا كتب لك على الصورة دي ان هي يعني ايه يعني كل اللي بتكون موجودة في الصورة بتؤدي في الاخر الى نقطة واحدة فقط. بمعنى. الصورة دي في الحقيقة بتكون على شكل مسلا في بحر هنا والطريق ده. المهم يعني في الحقيقة بتكون على شكل سري دي. فلما بنيجي نصور الصورة بالشكل ده. ونلاقي له كل اللي موجودة في الصورة. يعني مثلا انا همسك اللي اللي هو بتاع البحر ده. بص اللي ده هيوديني اخره فين? اخره هنا عند النقطة دي. طب لو انا مسكت اللي ده مسكت اللي هو ده مثلا. لو مفضلت ماشي معه الاخر بص هيوديني فين. بص اللي ده هيوديني فين? خدي اي اللي موجود عندك في الصورة. وافضل يمشي معه لنهاية. هتلاقي انه في الاخر بيوديكي لنقطة واحدة. بصي كل اللي اللي انا عمل اعملها. كله بيوديين النقطة واحدة. النقطة دي بقى اللي احنا بنقول عليها. يعني بيكون عندي صورة زي دي كده. كل اللي فيها. لو انا عملت مثلا زي اللي عمل دي كلها. هتلاقيهم وكلهم بيوصلوني النقطة دي. النقطة دي بيقولك ما تنسيش ان احنا اه طبعا هنا البي دي اللي هي دي. تمام? وهنا بيقولك ما تنسيش بقى ان اه لو احنا عندنا مثلا بتاعتنا موجودة في وعايزين نرجع لي فدايما بنقسم على الواحد اللي بيكون موجودة عندنا في الاخر يعني. او اللي هي اللي بتكون موجودة هنا مثلا. تمام? طبعا بالنسبة للتودي. انما بالنسبة مثلا الفكتور ده كده. لو انا عايزة اخده وارجعه لي الكارتزيان فباخد الاكس اسمه على الواحد. والواي اسمه على الواحد والزد اسمه على الواحد. تمام? فهتديني اكس وواي وزد. ده مسلا لك انها بوينت في السري دي. تمام? انما في التودي بيكون عندي اكس وواي بس. فبرضو باسم الاكس على الواحد. وهي الواي على الواحد. هنا بقى بيتكلم عن بيقولك ان دي افضل طريقة او مش الافضل بقى بيقولك ان دي افضل طريقة ممكن ان احنا نستخدمها عشان نعمل اه بروجيكشن لي بوينت مسلا موجودة في السري دي ونحاولها للتو دي. تمام? فهنا يعني اه اه مديك اكزامبل اهو. هنا طبعا بتضرب الميتريكس دي في الفكتور عادي. فهتلاقي ان هو هنا بيديك اه دي اكس. تمام? وهنا الدي اه هنا يبقى دي واي دي اكس ودي واي. طبعا احنا باخد الصف هو اضربه هنا في الكولوم ده. هنا اه طبعا هنا صفر في اكس وصفر في واي وصفر في زد. هيدينا هنا الصف. تمام? اه وهنا طبعا او ممكن نشير الصفر يعني ما نحطوش يعني. تمام? وهنا هيدينا واحد. الصفر ده كده خلاص مش موجود معي. يبقى طينا معنا دي اكس ودي واي وواحد. طيب ده كده اعتبر اخد بقى لك النوتين الواحد ده دايما سابت معنا يعني. هنا خدت الصف ده. ضربته في الفكتور ده. تمام? طبعا الواحد ده مش معنا عشان ما تطلق بطيش. باخد الصف الاخير. واضربه في الفكتور فبيديني هنا واحد. فازن لو انا دي كده اخد بقى مفروض بقى في في يعني انا عندي نقطة في اهي اللي هي النقطة دي. اللي هي الاكس و والاي والزد. تمام? ضربتها في البسيطة دي اللي هو بيقول عليها. اللي اسمها اللي هي دي. فالماتريكس دي لما اضرب نقطة في السري دي هتدييني نقطة في آآ فده طبعا فيatics. λπωςنا عايزين نحاولها للكرتزين. خذي الدي اكس هيسميه على الواحد هيديكي برضو دي اكس. وخذي الدي واي اسميها على الواحد هيديكي برضو دي واي دي واي. يبقى انت كده عندك اكس واي فقط. شيب ازم حولت الماتريكس سوريا حاولت البوينت بتاعتك اللي هي اكس واي وزد من خلال الماتريكس دي البوينت اللي هي لها اكس واي وزد من خلال الماتريكس دي حاولناها لي اه التو دي اللي هي لها اكس واي بس تمام? وهنا برضو نفس الفكرة يعني وهنا بس الماتريكس دي هنا بيرمز لها بالرمز بي. حاطيت لك تحتها شرطين هو عشان عارفت ان هي الماتريكس دي بالاضربة في الفيكتور او البوينت اللي عندنا اللي هي ال سري دي. طب تتحول برضو للشكل ده. يبقى دي ابسط طريقة بتخليها نحول من ال سري دي للتو دي بالنسبة يعني. بعد كده هنا بقى بيتكلم معاكي بيقولك ان في الكمبيوتر جرافيكس او حتى في الكمبيوتر فيجن. اه السيناريو اللي بيحصل اصلا اه الاكسر استخداما والاكسر انتشارا هو ان احنا بيكون عندنا اه والتو متريسز دول طبعا ممكن نعملهم ويكونوا في اه واحدة ولكن ايا كان يعني احنا المهمة بيكون عندنا متريكس والمتريكس دي بنقدر من خلالها ان احنا نعمل لالوبجيكت بتاعنا بمعنى ان احنا بنطلع والاكسرينسيك برامترز اللي هو بقى اه والترانزليشن الخاص بالابجيكت نفسه. ده كده يعتبر اللي هو الاكسرينسيك برامترز اللي هو بيقول عليه هنا دي متريكس دي متريكس وهنا ده عبارة عن فيكتور اللي هو الترانزليشن فيكتور. اه فدول هم خاصين بالابجيكت نفسه اللي هي الشجرة دي. احنا هنا برضو بنتكلم عن تحويل السري دي لي تو دي. احنا هنا كنا عملناها بالطرارة البسيطة جدا دي. تمام? انما احنا هنا بنتكلم ان احنا عزين نعملها بالطرارة مختلفة شوية من خلال اه بعض يعني عن الابجيكت نفسه. طبق فدي دي شجرة موجودة هي في الحقيقة اللي هي ليها كوردينيات اكس واي وزد. تمام? اللي هو هنا سري دي اوبجيكت. اللي هو هنا برمزه بالرمز بي. فالسري دي اوبجيكت بيقولك ان احنا بنحدد بتاعه من خلال المتريكس اللي موجودة هنا دي. والترانزليشن فيكتور اللي هو الفكتور ده. تمام? بالاضافة لي البي اللي هو عملية بقى اللي بتحصل دي من خلال بتاعت يعني الكاميرا الكاميرا برامتر نفسها اللي هي اللي هي بتكون هنا البي دي اللي احنا كلها شوناها يعني اللي هي كانت دي. دي كده تعتبر البي دي. احنا هنا ما كناش بناخد في الحزبان بتاع الابجيكت ولا بتاعه. فالفكرة بقى ان هو هنا يعني عندنا او بتاع الترانزليشن وبندرب يعني دي في البي اللي هي بتاعت نفسه اللي هي يعني بتاعت الابجيكت اللي هي الاكس واي وزيد. فبلاقي ان الابجيكت ده طبعا لما بضرب هنا بيطلع لي البي داج. فالبي داج طبعا هو هنا اختصر يعني كل دول في العلامة دي. دي اللي هما يعني العلامة دي بيتمثل هنضربها في الاكس والاوي والزيد بتاعت الابجيكت. فيبدأ ان هو يديني اللي حصل عندي. في تمام? فدي برضو عملية بدل آآ ما هنا كنا بنعملها من خلال واحدة لأ احنا هنا هنستخدم العشان نجيب آآ الابجيكت بتاعنا في في دي هي يعني. انا مش فاهم ايه الفكرة ان هو اعكس او البقرة يعني او بتاعت الكاميرا مع المفروض اصلا انها بيكون عندي آآ عندي او الكاميرا هنا زي ما اتكلمها في بداية دي الكاميرا هي بتصور الشجرة دي. تمام? بعدها بيكون عند الامج بلين هنا. هو الامج بلين بيكون ورا الكاميرا. انما هو هنا بيعمل الامج بلين قدام الكاميرا. اهلا كاين بقى مهم ان احنا هنا عندنا يعني. فهو هنا بدأ يتكلم معاك هو عن الخاصة بالكاميرا والابجيكت نفسه. فهو هنا طبعا بيقولك ان الاكسترينسيك براميترز الاكسترينسيكس براميترز دي هي خاصة بالابجيكت نفسه. فاهماني? يعني مسلا لو انا عندي كاميرا والكاميرا دي اللي هي محطوطة كده على الترايبوت. وبتصور الشجرة دي. تمام? فالكاميرا دي اللي انا خدتها كده من مكانها وروح تمحركها للمكان ده. بقت موجودة هنا كده. قربتها مسلا من الابجيكت شوية. فاذا اللي هيختلف معايا هنا فقط هو اللي هي دي. لان انا حركت الكاميرا من مكانها. تمام? عشان كده وانا بيقولك ان دي مرتبطة بالابجيكت نفسه. اه الهو معتمد على مكان الكاميرا في الحقيقة. تمام? اه ده كده بالنسبة لعملية احنا ما عملاش اي حاجة غير ان احنا خدنا الكاميرا لانها من مكان لمكان. فاللي هيداهر عندي هي الموجودة في تمام? طيب لو انا مسلا قلتلك ان انا العدسة بتاعت الكاميرا هغير الاتجاه بتاعي. يعني مسلا الشغرة دي انا عايز اصورها ولكن عايز اصور ها متزوعة مختلفة. فاذا هعمل فهتلاقي ان بتاعت الميتريكس الخاصة هي اللي هتختلف. فاذا انا عندي الفيكتور اللي هو والروتيشن اه دول مرتبطين بالقاميرا نفسها. عشان كده قلت لك من شوية ان هي خاصة بالحاجات سوري اما مش بالقاميرا نفسها والترانزليشن دول ما لهمش علاقة اه بالبرامتر الخارجية سوري ما لهمش علاقة بالبرامترز الداخلية لهم علاقة بالحرقة بتاعت الكاميرا. انما البرامترز اللي جوه الكاميرا اللي وقت قدروا يطولوا علاقة كده بتاع الكاميرا نفسه اللي هي الانترينسيك برامترز بقى. اللي هي بتركز على اللي هي البي دي. اللي احنا تكلمنا عن ده من شوية. يبقى تاني اه هرجع مع حضرتك على الحتة دي سريعا. عندي هنا اللي هي اللي موجودة هنا دي بتمثل الحركة بتاعت الكاميرا. زي ما انا قلت لكده عندي الكاميرا هنا راح تتحركت باية هنا. يبقى لفة الكاميرا. لفة الزاوية بتاعتها مسلا. يبقى كده اللي يختلف مع الروتيشن بتاع الكاميرا. تمام? يبقى الترانزليشن والروتيشن دول بنقول عليهم الاكسترينسيكس برامترز او اه دي بتمثل البرامترز الداخلية بقى الخاصة بالكاميرا نفسها اللي احنا بنقول عليها اللي بيكون فيها اللي هي كانت اللي هي زي دي كده لما انا قلت لك ان دي. وبرضو شرحناه في البداية هنا. اللي هي كانت دي. دي كده قلت لك عليها لو انت فاكرة ساعتها. دي بتمثل الانترينسيكس قلت لك ان دي هنا بتمثل بالنسبة لل اكس وهي دي بتمثل بالنسبة لل واي. وعرفنا بقى ان احنا لما بنزود او بنقلل شكل بيكون عامل ازاي لما شرحنا هنا. بعد كده هنا بقى بيحط لك اهي بقول لك ان دي اه 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 وطبعا هنا كتبهم على شكل يعني هم المفروض بيتكده على شكل يعني لو مسلا لو رجعنا للشرح اه بتاع على اليوتيوب هنا هتلاقي ان هو هنا دي اه 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 اللي هي اه دي كده خاصة دي طبعا وده اللي هو الزيرو طبعا ده وتبمفروض بيكون يعني خلنا كده نقدم شوية. عشان اواريكي بس اه بتبقى حاجة زي كده يعني هنا عندنا الانترينسيك برامترز ادي الفوكال لينس بالنسبة لل اكس والفوكال لينس بالنسبة للواي وطبعا الاس دي هي خاصة بالسكوي او بالراديال دستورشن وهنا اليو والفي انا بقول لك يعني معلومات اضافية ليك يا مش عارف هل هو اتكلم عندك في الكلام ده ولا لا اليو والفي بيت لها علاقة بالسنتر بتاع يعني بناخد الصورة والصورة دي بتتعاكس في في بتاع الصورة بيكون في المنتصر. طيب بنحتاج ان احنا نعمل ترحيل ده نخليه في من خلال يعني اللي هنا. وبهم من ديها خاصة بالبرامترز الداخلية بتاعت الكاميرا. وديها اللي كلمنا على من شوية الخاصة بي عدينا هنا عدي الروتيشن اهي. عندنا اللي هم ادي هنا التسعة التسعة ارقام دول. اه وهنا ده اللي هو بنعمل بقى يعني بنحرك الكاميرا على الاكس والواي والزدي يعني تبان? اللي هو طبعا بتتحرك في الخ riesة في ارض الواقع في الحقيق اعد бан. فاذا نهما يعني اللي هم دول ده هو وده هو هيالي بيتضربه هنا وي نقطة بتاعة في الحقيقة او الابجكت بتاع في الحقيقة اللي هو بيكون لي اكس واي وزدي وبيديني هنا اليو والفي اللي هي النقطة في. يعني. فانا بقى بيقولك ان احنا عندنا اللي هي بتعملي اه وعندك هنا واحدة خاصة بالتاع الكامرة والتانية خاصة بالترونزليشن وطبعا هنا بقى بتحددي الفاليوز اللي انت عايزها بالنسبة للترونزليشن وهنا بيكون عندك بتكون تلاتة في تلاتة يعني بالنسبة للترونزليشن طبعا انت عارف اللي هي بتكون الدياجنا الكل بحايد يعني تمام? آآ أهه. وهنا بكاملي بقى اللي انت عايز تعمليه. هو هنا عامل يعني هو زيال الكزامبل اللي كان اشارهاه في البداية يعني. لما كان عندنا عملنا عليها وب inherكده عملنا نرى الاول عملنا عليها وبعد كده وبعد ما عملنا رجعناها لمكانها الاصلي تاني اللي هو لما قلTI 적ين اعمل بالنسبة بالometrogenس بتاعتee آآ فعشان كده حاطت ماينس سي. فازن اه ده بيرجع الحاجة لمكانها تاني يعني. ده ده معنى ماينس سي. طيب. اه لو حضرتك بقى فهمت الكلام اللي معاه اللي احنا الكلام اللي احنا شرحناه من شوية هتلاقي خلاص الموضوع بقى سهل بالنسبة لك. يعني هنا بيتكلم تاني عن بالنسبة له بتاعنا وزي ان احنا بنراكسه على وهنا طبعا كان بيقولك ان بالنسبة له ما بيكونش فيه عدسات لسه لان انت طبعا عارفة من البينهول او العدسة مش سوري البينهول اللي هو الفتحة بتاعت القامرة يعني اه الفتحة دي بقى بيحط على عدسات والعدسات دي دورها بس ان هي بتحسن شكل في مثلا ما بيكون عندي عدسة كويسة فباخد صورة كويسة العدسة ضعيفة او العدسة اه من الكوالاتي بتاعتها والايلة فبتلاقي ان الابجيكت اللي يعني كاز بتاعه في الامج بيكون ضعيف. فهنا بيقولك ان ما فيش اه لنز يعني بالنسبة للكامرة دي. المهم ان احنا هنا عندنا في السري دي اللي هو ليه كوردينة اكس واي وزد بنعمل له هنا في فدي مسلا البيت دي مسلا هتكون هنا متمثلة في في وبيقولك ان البيت التانية دي اللي جانبيها هي بتمثل لان انا قلتلك برضو المعلومة دي من شوية ان اه الصورة لما بتتعكس في اه او الابجيكت نفسه في السري دي لما بنعكس في او في بيكون بتاع الصورة في المنتصف او بتاع ده ليا الصورة يعني اللي هي موجودة عندي في بيكون بتاعها في المنتصف. المفروض يعني ان ده من خلال اللي هي اللي انا قلت لك عندي على اليوتيوب من شوية المهم يعني اللي هي الخاصة اللي هي كانت بتكون موجودة هنا يعني. لما قلت لك دي اللي احنا بيستخدمها عشان ننقل بدل ما هو موجود هنا في المفروض يكون موجود هنا في لان لما بيجي يشتغل بيعتمد دايما اه ان السنتر بتاع الصورة او بداية الصورة يعني بتبدأ من ولزلك المفروض بيحصل يعني اه في السنتر يعني ده السنتر بتاع الصورة نفسها في او في الامج بيحصل لها تيبها موجودة هنا. المم يعني ان ده هو السنتر بتاع الصورة. طبعا هنا الدنيا هو ملغبط يعني كتابة هنا كتير كاتب كل حاجة على بعضها. وعرفنا خلاص اللي هو بيكون المسافة ما بين الكاميرا. ما بين الكاميرا سنتر يعني وما بين اه الامج اللي هي المسافة دي كده بتمثل الفوكال لينز. تمام? بيقولك ان المكان ده بالتحديد. ده اللي هو سي او بي او بيبقى موجود هنا. اللي هو الانعكاس يعني التاع ده اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. اه وده هو الفوكس. انتعارفة مسلا ما بتكون يبيت صوري كده ويحصل الفوكس تلاقي فيه اضاءة كده بتطلع من الكاميرا. هو ده الفوكس يعني. تمام? اه فهنا بيحصل يعني لكل بتاعة الوبشيكت ده. وهنا هنا بيعيد نفس الكلام اللي انا شرحت لحضرتك اه في بداية المحاضرة على الفيديو بتاع اليوتيوب لو انت فاكرة لما جبنا علاقة ما بين المسلسين اه وقلت لك ان احنا هنا بنطلع الفيديو وبنطلع اليو. فمش محتاج ان نعيد الكلام ده تاني يعني. اعتقد شرحت الحضرات بالتفصيل وازاي ان احنا بنطلع القوانين دي. ولما الدي بتزيد اللي بيحصل في اليو. لما الزد بتزيد اللي بيحصل في اليو وهكزة يعني. تمام? فدي اليو والفي اللي يعني بتكون او في يعني بنجابها من خلال العلاقة دي. والعلاقة دي عارفنا ازاي اللي عنها. لما اشرحتها قدرتك على يوتيوب من خلال اه تيسا غرص بقى والمثلسات ان هنا كان فيه زاوية قايمة. بالنسبة يعني كان عندي شكل كان عامل كده لو انت تفتكر يعني. كان عندي شكل عامل كده. تمام? لما قلت الحريقة الزاوية دي بتتساوي الزاوية دي. ودي زاوية قايمة ودي زاوية قايمة. يبقى ازا التول ده هتتساوي مع التول ده. والمسافة من الكاميرا سنتر من هنا اللي هي المسافة دي كده. هتتساوي مع المسافة دي. وكنا طلعنا العلاقة بقى وجبنا اليو والفي. بس هو ده موضوع الكاليبريشن ببساطة يعني. وانا بقى بيقول لك اه زا ما انا بيقول كده بيقول لك لو اه لو كان مثلا عندي اللي هو اللي هي النقطة اللي موجودة هنا بالزبط. كانت بتعمل مع اللي هو يعني بتاع بتاعي في فلو بيحصل ما بينهم فهو ده الموضوع ببساطة يعني. وفي نفس الوقت بيقول لك الكاميرا تكون عاملة زي الشكل اللي قدامنا ده. تمام? هو هنا تقريبا من خلال الرسمة اللي هو عاملها دي انا فهمته وليه يعني ممكن يكون بيحط الكاميرا سنتر اللي هو هنا يعني ده. يقول سنتر او بروجيكشن. اه بيحطه يعني بعد الامج بلين. وهنا هيوصد مسلا دي كده رسمة كاميرا. اه وممكن بيقول يعني ان دي كده رسمة الكاميرا. والاا هنا والكاميرا هنا بتصور الشجرة دي. فبتتعكس هنا على الشاشة دي. يعني دي مسلا اكلناها هي الشاشة بتاعت الكاميرا. اللي احنا بنشوف عليها الصورة اللي احنا بنقولها عليها تمام? فالصورة بتصور. فده ده ده اللي هو الفوكس يعني او بتاع الابجيكشن. فطبعا بعد ما بيتصور بتتعكس لي هنا على او الشاشة اللي قدامنا بتاعت الكاميرا نفسها. تمام? وهنا طبعا بيتكلم بقى على موضوع الكاميرا سنتر او صوري بقى مش الكاميرا سنتر موضوع بالنسبة لي الصورة في لما بنجي لما بنجي ناخد الصورة والصورة دي بتكون موجودة عندي في اللي يعني بقى جيبي بتاعتها والفي بتاعتها. فبيتكلم بقى ان احنا هنا آآ ان اليو والفي بتكون مرتبطة بالاوبتيكال سنتر مش بالامج لان انا ازا ما قلت لحضركم من شوية ان طبيعي ان البروسيسور اللي ما بيجي يشتغل بيفترض ان السنتر بتاع الصورة اللي هي بيكون موجود في التوب ليفت. ولكن هنا السنتر مش موجود في التوب ليفت. فلو كان يعني المشكلة دي مش موجودة كنا خلاص ريا احنا دماغنا. اللي هي المشكلة خاصة بالبروسيسور يعني. ولكن عشان البروسيسور بيفترض لان السنتر انا دلوقتي عندي الكاميرا. الكاميرا دي صورتي بها الشجرة دي. فالشجرة تيجي تتعاكس هنا في اللي هي الشاشة اللي احنا قلنا عليها. فلما بتيجي تتعاكس بتكون السنتر بتاع الصورة نفسها بيكون موجود هنا في المنتصف. اللي هو هنا كان مشاهر عليه. آآ اللي هو هنا كان ده ده كده وهنا اللي هي تقريبا البوينت دي. تمام? اللي هي البوينت دي. فالمهم يعني ان ده هو السنتر بتاع الصورة في ده السنتر بتاع الصورة في اللي هو على الشاشة اللي احنا صورنا بها او على الشاشة بتاعت القامرة يعني. تمام? فعشان مشكلة ان هو لما بيجي يشتغل بيفترض ان ده مفروض يكون موجود في فعشان كده لازم بقى نعمل احنا ترحيل ناخد السنتر ده ونعمل له هنا يعني ننقله للمكان ده. تمام? بدي يعني نعملها ازاي? برضو لها علاقة بالموضوع بالانترينسيك ماتريكس اللي هو لو نرجع تاني اللي هو كانوا دول لان قلت لحضيرك عليهم. اللي هما دول. بيبعندنا كمتين دول اللي هم بيكونوا موجودين في مسؤولين عن ان هما بياخدوا وبينقلوه سوري بياخدوا السنتر في السنتر بتاع التو دي امج وبينقله السنتر ده اه بص هوا هنا عشان راحة اهو. هنا السنتر اهو. اللي هي البوينت دي اللي احنا قلنا عليه. تمام? البوينت دي مفروض ما تبقاش موجودة هنا. مفروض تبقى موجود هنا في يعني يعني القيمة اللي هنا مفروض تيجي هنا. فدي انا اعملها ازاي? بكل بساطة احنا عدنا صورة اهي. ادي صورة. تمام? اللي هي الصورة بتاع الامج بلايه? فالكل اللي محتاجة كل اللي كوردونات. وده كده بتاع الامج بلايه. تمام? فكل ده وده بتاع الصورة. فكل اللي محتاجة عمله ان انا هنقص على ده ارجع لورا كده. تمام? ونقص على ده كده انا قلت على الاكس بس انا كده اتحركت على الاكس. محتاج برضو اقلل على يعني ارجع برضو الفوق كده. تمام? يعني اطلع لفوق وامشي المسافة دي.�� minutos كده جيت في عند الطوب لفت. فدي عملية اللي هو هيعملها بالنسبة للسنتر يعني. لذلك هو هنا هتلاقي اليو نقص منها السي اكس. تمام? اللي هي المسافة دي كده. والفي اللي هو السنتر اللي هو ده كده يعني. هينقص منه الجزء ده على الواي. يعني هو هيطلع الاول على الواي. وبعد كي هم جاي كده على الاكس. هيبقى اوصل للنقطة دي بالتحديد. لذلك هو هنا طرح من اليو السي اكس والسي واي عشان يخلي السنتر بتاع الصورة في يكون عام بالتوب ليفت. وهنا بدا يأخذ inventفق ويودعه ناحية التانية باشارة مخالفة. وبرضو هنا ناحية التانية هيبقى عندنا هنا اليو دي اكس على الزد بلاس نفس الكلام بالنسبة ليه الفي. لاتخذنا بس السي واي والسي اكس ونقلنا هم ناحية التانية. يبقى احنا كده نقلنا السنتر بتاع الابجيكت عندي. اللي هو لكن ده بس طبعا السنتر في الامج بلين مش في الحقيقة يعني. السنتر اللي هو كان في النص هنا زي ما هو كده مشاور بالسهم اللبني ده. وانا عندناها هنا في المكان ده. وهنا برضو بيعيد نفس الكلام تاني اللي انا شرحته لحضرتك من شواه بالتفصيل لما اديتك المسال بلولتلك اديتك مساله وولتلك ان انا عندي كاميرا اللي هي موجودة على الترايبوت والكاميرا دي ابنا اخدها من مكان وانهلقلها على مكان تاني. يبقى احنا اجدها بنعمل على الابجيكت نفسه في الحقيقة. الابجيكت اللي احنا عايزين نصوره يعني بنحركه. اه او مش مش الابجيكت اه قصد الكاميرا. احنا لما رسمت لحضرتك الكاميرا وابتلك انا اخد الكاميرا دي من المكان نقلها للمكان ده. يبقى احنا كده عملنا على الكاميرا نفسها اللي هي ترانزليشن ده. ده ترانزليشن فيكتور. وعندنا برضو اللي هي علاقة بالكاميرا برضو نفسها. على حسب الكاميرا دي بص صفين يعني. تمام? اه فبرضو بيكون عندنا لذلك اصلا موضوع ده احيانا بيكون عندنا صورة او عندنا ام بسلا شخص متصور. وبيكون الهدف عندي ان انا استخدم عشان اعرف الكاميرا اللي صورت الشخص ده. كان بتاعمل ازاي? يعني الكاميرا دي كانت بصة فانهي اتجاه. ففي الحالة دي برضو اه بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا يعني. المهم ان احنا هنا عندنا دول كده اللي هم الخاصة بالكاميرا. وبنضربهم في اللي هو في نفسه او اللي هي الريال وورلد كوردناتس اكس والواي والزد الخاصة بالاوبجيكت تمام? اه فانا بيقولك يعني ان عندنا في الريال وورلد في الحقيقة بيكون كوردنات اكس واي وزد. وخلاص اتكلمنا على اه الاكوشن دي وعرفنا ازاي ان احنا بنجيبها يعني اللي هي بتطلع لي هنا اللي هو بيكون لها كوردنات اه يو وفي. اه وخلاص بس هو انا عم بيفكرك بس بالجزئية الخاصة بالترانزليشن والروتيشن بالنسبة للكاميرا بتاعتنا. وخد يبالك من حاجة معنا ان انا بقولك للقاميرا هي ببقى برضو لاي علاقة بالاوبجيكت. يعني اه الاوبجيكت برضو لما بيتحرك فانا بحتاج احرك الكاميرا بتاعتي عشان اصاره بشكل كويس يعني بعمل للقاميرا فالروتيشن دي هتلاقي اللي فيها بتختلف. نفس الكلام بحتاج اقرب من او ابعد فتلاقي ده بيختلف يعني. هنا برضو تاني بيعيد نفس الكلام اللي انا شرحته لحضراتك بيقولك ان احنا هنا الروتيشن والترانزليشن اللي هو الاكسترانسيك اه الاكسترانسيك ماتريكس دي بتعرفني الكاميرا موجودة فين وبصة فقاني اتجاه ترانزليشن والروتيشن. النما الانترانسيكس اللي بيكون بقى اللي هي علاقة بالراديال دستورشن والفوكال لينس. آآ ومقدار الاسي اكس والسي واي دي اللي هو موضوع اللي احنا بنعمله على السنتر بتاع الصورة في الامج بليان وبنخليه موجود في موجود في الطوب ليفت. فدي هي الانترانسيك. آآ وبعد كده انا بيقولك مجرد ما احنا نطلع الانترانسيك برامترز والكسترانسيك برامترز يبقى احنا كده عملنا للقاميرا بتاعتنا. يعني ايه? يعني عملنا آآ علاقة. جبنا علاقة ما بين الكوردينت دي في لما مسلا يكون عندي الشجرة دي في والشجرة دي لها مسلا البوينت دي الاحداثيات بتاعتها مسلا هنا لها اكس واي وزيد. فيا ترى يا ترى مسلا السورة دي او صوري يا ترى لما انا اصور الشجرة دي. النقطة دي بالتحديد شكلها في في هيكون عامل ازاي او القيم بتاعتها هتكون بكامل. فايزا من خلال بالانترانسيك والكسترانسيك بنجيب علاقة ما بين الحقيقة في ومالفاليوس بتاعتها في يعني مثلا الاكسترانسيك برامترز والانترانسيك برامترز اللي انا مسلا عندي الى اللي اكس بتاعتها مسلا بخمسة والواي مسلا بتاعتها بسبعة والزد مسلا بتاعتها بعشرة. تمام? يا ترى الى اللي هي اللي موجودة هنا لما انا اضرابها في اللي ها piller اللي عند اللي هو الانترينسيك والاكسترينسيك. اللي هي اتطلع لي في الاخر اليو والفي. تمام? فليو والفي دول قيامهم هنا هيكون بكام بقى في الامج بلين يعني. فدي دي الفكرة ببساطة يعني. اليو والفي هي دي القيم اللي بتكون عندي في الامج بلين. فاذا انا حاولت دلوقتي من سري دي ليو والفي اللي هو التو دي. تماما الموضوع يكون واضح بالنسبة لحضرتك. بعد كده بيبدأ يتكلم مع حضرتك عن ومعنى انها مسلا بيكون عندي كاميرا. الكاميرا دي بتصور والابجكت بيكون عبارة عن فمن خلال بقى اللي احنا بناخدها من الكاميرا دي. احنا طبعا الكاميرا بتصور بتاخد الصورة فطبعا الصورة اللي بتجيلي بنعمل لها وبنحاول لها بس عشان انا اطلع من او صورة مسلا اه عبارة عن واطلع منها لازم يكون عندي اكتر من كاميرا. يعني مسلا زي السيناريو اللي هو بيتكلم عنه عنه هنا يعني. احنا هنا عندنا اكتر من كاميرا. عندنا هنا اربع كاميرا. كل كاميرا بتصور والابجكت ده اللي هو اللي بيتكلم عليه العبارة عن تمام? طبعا اه الاستوديو في الحقيقة سري دي. ولكن لما الصورة احنا اتكلمنا شواء من شواء في ان لما بتاخد الصورة وتعرضها على بتكون يعني كل كاميرا من هنا من الاربع دول هتطلع للصورة تكون عبارة عن بس المعلومات اللي هتكون موجودة في كل كاميرا هتكون مختلفة. يعني المعلومات اللي موجودة في الكاميرا دي هتكون مختلفة عن المعلومات اللي موجودة في الكاميرا دي عن اللي هنا وهكذا يعني. لان كل واحدة فيهم بالنسبة الستوديو. فاذا لما احنا نجمع الخاصة اه يعني نعمل ناخد كده الديتا اللي طلع اه من الاربع كاميرات دول ونعملهم يعني ندمجهم على بعض فتلاقي ان ان انت بتطلع في الاخر شكل سري دي. يعني انت اصلا خدتي عن الابجيكت من جماعي الاتجاهات فتقدر تعمل له تمام? ففكرة فكرة بقى بسري دي ان هو كل بتكون عبارة عن سري دي. البيكسل نفسها بتكون سري دي. ومعنى ان البيكسل نفسها تكون سري دي يبقى بنقول عليها تمام? فالفوكسل دي معناها ايه? ان البيكسل نفسها بتكون عبارة عن سري دي. فاللي بيحصل بقى ان انت بتلاقي بتاعنا او سوري بتاعنا بيتحول آآ اللي هي اللي قدامنا دي كده يعني. تمام? آآ زي ما هو بيقول كده. فالستوديو بتاعنا لكن هنا مسلا عندنا مجموعة من البيلدنج بلوكس. وبنفضل ان احنا نركبهم على بعض عشان نعمل الشكل سري دي بتاعنا. فطبعا هنا بن خلال بقى المعلومات يعني اللي هتيجي من كل كامرة من هنا. نعمل للداتا اللي هتيجي منها. وبعدة كان نبدأ نعمل الفوكسل. يعني كل بيكسل بتكون عبارة عن سري دي. يعني مسلا دي بيكسل واحدة ايه? عبارة عن سري دي. فاكلناها كده بيلدنج بلوكس. كلهم بيتركبوا على بعض. والاخر هتلاقي انها بتطلع لي بتاعي بشكل سي دي. فاذا احنا عملنا كده من خلال الانفورميشن اللي هتجي لي من كل كاميرا او بتاع كل كاميرا. والمين كونسبت هنا بالنسبة لنا الكلام اللي هو كاتبه ده. اللي هو لازم كل كاميرا تكون واخدة ديو مختلف عشان اجمع عن الابجيكت اللي عايز اعمل له ويحاوله لي في الصورة بتاعتي نفسها. تكون على تكون على شكل سري دي. بعد كده بيتكلم ان احنا مسلا هنا بعد ما بنعمل يعني من خلال مجموعة القاميرات اللي عندنا. وناخد الابجيكت دوت اللي هو بيكون موجود في اللي هو والابجيكت في الحياة زي ما قلنا سري دي. فلما بناخده بنعمل بيطلع لي تو دي. فبنعم بقى على اللي هي اللي بتطلع لي من هنا من الاربع كاميرات بنعمل للابجيكت وبنجيب السري دي بتاعه لان معنا معلومات عنه من جميع الزوايا بتاع الابجيكت ده تمام? فاذا بنعمل ببساطة وبنطلع آآ 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 في الامج بلين نفسها تمام? فالفكرة هنا بقى بيقول لك ان احنا لو قدرنا نميز. انهي من هنا. هو لنفسه او لأي موجود عندنا. لو قدرنا نميز يعني يبقى كده احنا عملنا بشكل كويس. وفي الحالة دي بنسميه فالفجوال ده اكله مثلا طبقة خارجية على اللي احنا عملنا له فمن خلال الطبقة الخارجية دي بنقدر نعمل كده ونعرف مسلا ازا كان ده ولا كان مسلا ولا اي موجود يعني تمام? فهنا واضح مسلا من 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 هنا من الحواف يعني الخارجية ان ده يعني تمام? اعمل له هنا وهنا عبارة عن كل كيوب هنا اللي هو اسمه اللي هي يعني بتكون عبارة عن سري دي سري دي بيكسل. بعد كده بيبدأ طريبا يدل حضرتك الجسامبي اللي هنا هو. بقول لك عندنا صورة الشخص والباك جراوند اللي هنها ازرق. وبيقول لك برضو طريبا اه انا شرحت الحضرتك برضو قبل كده موضوع سيجمينتيشن. وازاي ان احنا اه بنعمل سيجمينت لي الابجكت اللي بيكون موجود. فهنا بيقول لك عندنا اكتر ازاي طبعا الماسك اللي هو الصورة دي اللي هي يعني الخاصة بالاكتر. احنا انا ممكن ناخد الصورة دي نحاولها وبعد كده دي بنحدد مسلا اللي هي سريش هولد ولا يكون مية سبعة وعشرين فبيكون اي قيمة في الصورة عندي هنا اقل من اللي انا حددتها اللي هي المية سبعة وعشرين فبتكون دي في اللي هو بيكون اللون الاصمر. انما لو دي مسلا اكبر من المية سبعة وعشرين فبتكون في مهم يعني او ممكن نعمل طريبا انا احنا مع بعض قبل كده موضوع برضو بتعمل بالشكل ده. مهم يعني ان فيه فيه طرق كتير بتطلع لنا آآ او بجكت اللي احنا طبعا اللي عايزين نعمل عليه اللي هو هنا ده. فيه طرق كتير بتعمل لنا المسك اللي قدامنا ده. بعد كده بيقول لك تخيالي ان احنا عندنا كاميرا واحدة والكاميرا دي آآ خلاص عرفنا يعني ازاي ان هي بتعمل اتكلمنا في الجزئية دي يعني لما شرحنا وازاي ان هي بيكون عندي هنا الابجيكت موجود في دي. وتخلي مسلا ان الكاميرا دي عاملة زي اللي هو المنشور الزجاجي. المنشور الزجاجي اللي هو كان خاص بألوان الطيف لو فيه لحضرتك عارفها يعني. المهم يعني ان الكاميرا دي بتطلع لي انا 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 خدت صورة يعني مش اكتر بس هي هنا آآ الصورة دي بعد ما خدتها عملت عليها او يعني طلعت المسك وتكلمنا عن اللي بنستخدمها عشان نطلع عن المسك. المهم ان انا الكاميرا صورت آآ صورة والصورة دي تعكست هنا على وبعد كده عملنا على تمام? فدي كده يعني كاميرا واحدة بس ما نقدرش ان احنا نعمل بها سري دي موديل. فقا بقى بيقولك ان احنا آآ من خلال اللي شرح اللي شرحنا من شوية اللي هو الخاص بالفوكسل. وان الفوكسل اللي هو سري دي بيكسل بتكون عبرها عن سري دي. وعشان اطلع لازم يكون عندي مجموعة كاميرات وبيصور الابجكت من كذا اتجاه عشان اكون السري دي بيكسل دي. تمام? فهنا بيقولك كونسيدر آآ 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 يعني بيقولك هنا خدي بقى الاعتبار مجموعة الكاميرات اللي هيكون موجودين عندنا. وهتلاقي ان كل كاميرا فيهم بتطلع شكل مختلف هنا في او للظل اللي هو دي اللي هي الظل بتاع يعني بيقول هنا على المسك ان هو الظل. تمام? فبيقولك هتبقى حاجة يعني عاملة كده زي زي ما شرحنا فلما تيجي تبص على الصورة اللي بعدها هتلاقي ان هو هنا فعلا هو الكاميرا الاولى هتجيب مسلا بالشكل ده الكاميرا جيب بالشكل ده كاميرا بالشكل ده لان الكاميرات بتكون متوزعة يعني وبتصور من جميع الاتجاهات زي الصورة اللي هو حاطيتها هنا دي كده دي كلها كاميرات اهي كاميرات دي بتصور من كذا اتجاه فبتلاقي ان احنا بنكون معلومات عن من اكتر من مكان او من يعني بناخد بتاعه كده بزاوية آآ من اول الصفر لحد تلتمية وستسين ناخد دورة كاملة كده حوالي فبالتالي هتلاقي هنا المعلومات اللي بتظهر في بتختلف يعني ولزلك ممكن بنستخدم احنا نعمل لكل المعلومات دي او لكل اللي موجودة في ونطلع او اللي هو كل عندي هتكون عبارة عن هنا بقى بيشرح لك بتاعت الالجوريزم يعني كده على شكل سودو كود آآ هنا بيقول لك ان عندنا الفوكسل الفوكسل اللي هو بيكون عبارة عن بيكسل بيكون لها قيمة للاي والزد اللي هي سري دي بيكسل يعني آآ وبعد كده انا عمل اسمه كاونتر حطه بزيرو بيبدأ بقى يعمل كاليبريشن وطبعا انت عارفة الكاليبريشن بتعمل يعني بتاخد بتاعك اللي هو في سري دي وبتحوليه لتو دي اتحولي اللي هو في ده الكلام اللي شرحناه في الكاميراد وبعد كده بقى هنا لو معينة اللي هو في السيت يعني خلاص الكاميرا دي اتعمل لها يعني فطالما اتعمل لها يببنا كده في كاميرا عندي واحدة بس اعمل الكالبريشن فزود هنا على الكاؤنتر زيرو وهيعمل علي بدك لكل الكاميرات الموجودة وكل كاميرا حصل لها كالبريشن هتلاقي هنا الكاؤنتر بيزيد وبعد كده بيعمل اف كونديشن بيتحقق يعني ان عدد الكاميرات اللي حصله eksplow هو نفسه عدد umPro of cameras. يعني عدد الكاميرات الكلي اللي موجود في السطوديو. يعني هو بيعمل بيعمل استعمال ان كل الكاميرات اللي موجودها في السطوديو حصلها eksplow وبعد كده بيبعد يطلع اا الفوكسل بتاعه يعني اللي هو سري دي فبيعمل يعني سري دي ليكونستركشن للشخص ده. تمام? وهنا تاني بقى بيفكرك بالكلام اللي احنا شرحناه من شوية الخاص بالكاليبريشن. وبيعرفك ان انت ازاي بتعمل يعني بتاعك اللي هو في اللي ليه كوردينة اكس واي وزد وبتحوليه ليه اليو والفي. طبعا من الكلام ده كنا بنعمله من خلال واي انترينسيك برامتر لحضرتك فاكرة يعني. اه وقلنا دي هي البرامترز الداخلية الخاصة بالكاميرا ودي البرامترز الخارجية اللي هي الروتيشن والترانزليشن. احنا هنا بناخد الروتيشن والترانزليشن. اه طبعا هنا البي البي ده اللي هو الكوردينة الحقيقة يعني الخاصة بيه الابجيكت بتاعي. بنضربه في دول. ودي هي طبعا ده الخاصة بالابجيكت بالحقيقة. وبعد كده هنا اه بنطلع اليو والفي من خلال بقى الدي اكس لو فاكرة الدي بيو الدي هنا اللي هي كانت الفوكال والزلد اللي هو كان المسافة ما بين الكاميرا الكاميرا سنتر والابجيكت. يعني اتكلمنا هنا عن كل بتعمل ايه فمش عايز افضل عيد الكلام يعني عشان الموضوع ما يبقاش ممل ولكن اتكلمت مع حضرتك ازاي ان احنا بنطلع اليو والفي. وبعد كده هنا اه اليو والفي ده هو بيمثل بالنسبة للابجيكت بتاعنا يعني. تمام? فانا بيقول لك دي هي ترانزليشن ده الاكسترينسيك والدي اللي هو اه 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 الدي اللي هو والسي اكس والسي واي اللي هو اللي احنا كنا بنستخدمهم عشان نعمل اللي بيكون موجودة عندنا في الامج بلين وبدل ما هو موجود في النص اللي احنا بنخليه في ده كله كمان في الانترينسيكس آآ برامتر. واخد نبالك احنا من شوية كنا شغلين على صورة. وطالما الموضوع بيتعمل على صورة فممكن يتعمل على الفيديو بكل بساطة. فهنا بيقول لك لو احنا عملنا كابت شارلي فيديو يعني فيديوهات كده بشكل متزامن صورناها آآ بكزا اتجاه للابجيكت بتاعنا. تمام? يبقى ازا اقدر برضو ان انا استخدم الابروتش ده عشان برضو اعمل سري دي فيديو. تمام? اه وهيكون عبارة عن. اه اللي هو اتفانى للشكل كده من الخارج. اللي بيعرفني ان ده مسلا شكل ده شكل وهكزا يعني تمام? احنا بنفضل نبني بتاعتنا وفي الاخر بقى بيطلع لي هنا اللي بيدل على بتاع الابجيكت ده شكل عامل ازاي وبنقدر بقى نعمل احنا كده بعينينا كلاسفاه يعني ان ده كرسي وده شخص وهكزا. المهم يعني ان هو هنا بيستخدم برضو بيصور يعني فيديو بشكل متزامن او معاه مسلا اكتر من فيديو آآ لشخص معين والشخص ده بيظهر في كل فيديو بزاوية معينة فبنقدر برضو بنفس التكنيك بالكاليبريشن آآ يكون عندنا اكتر من كاميرا وبعد كده بنعمل كاليبريشن وبعد كده بنعمل ميرجنج بقى اللي بتطلع لي من كل الكاميرا وبنبدأ ان احنا بقى نعمل آآ بعد كده بقى بيبدأ يتكلم عن آآ بقولك احنا من شوية كنا بناخد طبعا بيتكلم هنا عن وكنا بنعمل بنعمل بروجيكشن من آآ من الثري دي للتو دي عشان نطلع يعني. وده اللي احنا كنا بنعمله من شوية من خلال الكاليبريشن يعني كان بيكون عندنا الابجيكت بتاعنا في الحقيقة سري دي. تمام? وبنحوله لي تو دي. وبعد كده طبعا بيكون عندنا اكتر من كاميرا بتطلع لي تو دي. بنعمل لهم كلهم مع بعض وبنبدأ نطلع تمام? ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية. آآ فهنا بقى هنا بقى هو عايز يعمل العكس. خد بقى احنا من شوية زي ما اقولك كده كنا من الصور مجموعة الكاميرات. بناخد الصور ونطلع سري دي. فاحنا هنا آآ طلعنا الفيجوال هل. عن طريقا ان احنا مثلا خدنا الشجرة دي اللي هي في الحقيقة بتكون سري دي. تمام? وحاولناها لتو دي. طيب هو هنا عايز يعمل العكس. بقولك بقى احنا عايزين يكون احنا اصلا عندنا صورة تو دي. واحنا نحاولها يعني الصورة تو دي تكون في الامج بدين. واحنا نحاولها لتو دي. فاللي هيحصل ان احنا هنعكس كل اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية اللي هي الخاصة بقى بالكاليبريشن. لوا الانترينسيك ويه الاكسترينسيك. عشان نعمل عكس العملية. يعني الاول كنا بناخد بسري دي. ونحاوله التو دي في الامج بدين. لأ احنا هل الوقت عايزين ناخد التو دي ونرجعه بسري دي. فهو ده معنا الترانجيوليشن. فهنا بيتكلم بقى ان احنا عندنا او كمرتين. ادي الكاميرا الاولى والكاميرا التانية اللي اتنين بيصوروا الوجك ده. ده اللي هو يعني بتاع الكاميرا. اه وده هو اه اللي هو. بالنسبة للكاميرا الاولى وده بالنسبة للكاميرا التانية. طبعا هنا طلع الى الامج بدين 이루ها بيكون او بي وتو دي اامج بتاعتنا. او البروجيكشن اللي بيحصل هنا البروجيكشن وهنا برضو آآ بيكون في بروجيكشن بيطلع لهنا آآ يوتو وفي تو دي هي الكوردنيتس يعني بخاصة بالصورة هنا في الامج بلين وهنا بقى بيقولك ان الابجكت نفسه اللي هو في السري دي بيكون لها كوردنيت برضو اكس واي وزد وطبعا هنا بيقولك ان هي بتكون غير معروفة ولكن اقدر اطلع امتى امتى اقدر اطلع القيام بتعديد اللي انا عرفت اليوان والفيوان وطبعا دول بنعمل بنعمل بنطلاعهم ولل بنعمل بنعمل وبنطلعهم ولو انا عرفت اليوو تو والفيو تو بالنسبة في السري دي. انتوا اخدا بالك احنا بنعمل ايه? بنعمل على اليو والفي بتاع الكاميرتين وبنعمل على الكاميرا آآ كاليبريشن لقى الانترينسيك والاكسترينسيك. هنقدر نحول الصورة من التو دي للسري دي. بعد كده هنا بيبدأ بقى يتكلم تاني عن السنجل كاميرا وبيعيد تاني نفس الجزئية الخاصة بالكاليبريشن. ولكن هنا يعني بيقولك ان احنا بنكون بقى بعد ما بنعمل عارفين بعض المعلومات عن آآ الصورة بتاعتنا اللي موجودة في فهنا بيتكلم ان ده هو الخاص بالكاميرا نفسها وهي ده هو آآ نقطة هنا مثلا دي بتمثل آآ طبعا البي داش دي اللي مقصود بها يعني. اللي هي بيكون لها كوردنات آآ يو وفي. تمام? فهنا بيقولك يعني ان احنا هنا عارفين بعض المعلومات عن الصورة بتاعتنا لما بتكون موجودة في عارفين هنا اللي هو هنا بيقولك هنفترض ان هو بيكون zero وزيرو وزيرو وكمان عارفين لو حضرتك فاكرة في البداية قلتلك ان احنا لما بنصور الصورة واحنا بنعمل الصورة بتاع الصورة اللي لما بتتعكس يعني على آآ لما بتتعكس هنا في الصورة آآ في الصورة لما بتتعكس في لأن الصورة لما بتصور بيبان معكوسها في لامج يعني. فالسنتر بتاع الصورة ويامعكوسها في الامج بيكون في المنتصر. لو حضرتك فاكل الكلام ده. وقلت لك برضو ساعتها ان احنا بنعمل يعني بناخد ده وبنرفع فوق للتوب ليفت. فكل المعلومات دي موجودة عندنا. فانا عارف البي اه سوري فانا عارف اليو والفي بتاع الامج. لان انا انا بنفسي اللي كنت مزود للسي اكس والسي واي. اه او صوري كنت مقلل لان انا قلت لك ان ساعتها ان احنا بنرجع كده مثلا لو دي فبنرجع كده على الاكس وبنرجع كده على الواي لحد ما بنوصل للتوب ليفت يعني. كمان? فالقيمة اللي احنا رجعناها دي احنا قريدي عارفينها. وكمان انا عارف القيمة اللي هنا. قبل اصلا ما اتحرك انا عارف السنتر هنا كان بكام. فاذا انا عارف بتاع الصورة. وعارف بتاع الصورة في الامج بلين. تمام? وعارف القيم اللي هي اه هنا افتراض يعني اللي هو هنا اللي بيكون لها اكس واي وزد. اللي هي اه بتاعت القامرة يعني. اه عارف ان هنا برضو في زيرو وزيرو زيرو. فاذا انا عندي كل المعلومات دي. فقدر اعكس الاكويشنز بتاعتي. وطلع في السري دي. هنا اه بالنسبة للبي داش. البي داش دي اللي هي الصورة بتاعتنا على الامج بلين. اللي هي بتكون موجودة هنا كده. تمام? آآ يعني بالنسبة للأوبتيكال سنتر. نتكلم بقى على دي كوردنات للصورة هنا. بالنسبة للأوبتيكال سنتر اللي هي البوينت دي. تمام? آآ فهنا هيقول لك يعني ان هي تكون عبارة عن اليو ماينس السي اكس والفي ماينس السي واي. طبعا احنا لما اخد اليو نتراحها من السي اكس اللي احنا بنحددها هنا. والفي برضو نتراحها من السي اكس. يبقى انا كده وصلت لي بتاع الصورة نفسها. تمام? آآ وطبعا بنكون عارفين اللي هي السي اكس والسي واي. يعني بنستخدمها برضو في موضوع ان احنا آآ بنحول الصورة لتو دي للسري دي. بعد كي انا بيقول لك السري دي كوردناتس ده بي دinäش. وهنا السري دي كوردناتس آآ للبي داش والرسباكتو او بالنسبة لي وكان له هنا يعني عايزين يطلع السري دي كوردناتس. عايزين يطلع السري دي كوردناتس للاهي وهي البي داش بالنسبة لي يعني تمام؟ فانا هيكون من خلال البيكتور ده اللي هو هيكون ال اه والفي. اليو والفي دي تقدر كتفهمها اللي هي بتاع اللي بتكون موجودة هنا في تمام? فاليو هنا بيترحها من والفي بيترحها من برضو دي هتوصلني وهنا بيزود بقى الدي اللي هي المسافة دي. لان احنا قلنا هنا اه اللي هي الكوردنات اللي باللون الاحمر دي الاكس ولاي والزد. تمام? هنا يعني اه زود البعد التالت ده اللي هو اللي بيكون المسافة ما بين او اه اللي هو هنا بتاع القامرة يعني لحد اللي احنا كنا بنسميها لو انت فاكرة يعني. تمام? اللي هي الدي. اللي هي بتكون المسافة بين لحد لحد تمام? دي اللي هي الفوكال لينز. يبقى احنا كده كل اللي عملناه طلعنا بالنسبة للبي داش اللي هي الصورة بتاعتنا في آآ وبرضو السري دي كوردناتس للصورة بتاعتنا اللي هي الصورة اللي هي موجودة في طبعا هنا كان بالنسبة اللي هو موجود هنا بالزبط في آآ وكان عبارة من احنا بنطرح اليو والدي آآ من السي اكس والسي واي. وهنا كان بالنسبة لي اللي هو هنا بيكون عبارة عن سري دي. لذلك هنا برضو ده طلع مع نا سري دي. هنا السري دي اللي هو ادي الاكس والواي والزب. تمام? طبعا بنجمع الانفورميشنز دي زي ما قلتلك احنا بنعكس عملية عشان آآ المعلومات دي كلها نستخدمها في ان احنا نرجع الصورة من التو دي. وطبعا احنا عارفين القيمة بتاعت آآ اللي هو اللي هو طبعا بيبدأ من هنا. اللي هو من هنا بالزبط. يعني ده كده اعتبر صفر اكس وصفر راي وصفر على الزد. تمام? آآ اللي هو الكلام اللي احنا قلناه زيرو 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 يعني. تمام? وآآ عندنا معلومات ايه تانية. عندنا ده كده البداية بالنسبة لللايت. آآ او ده كده البداية بالنسبة للشوعاء بتاعنا اللي هو الري ده. بيبدأ من هنا كده. بعد كده لحد ما بيوصل. تعال كده نشوف. آآ هنا وقت بيقولك ان فعلا زي ما قلناه زيرو زيرو زيرو. وعندنا هنا آآ البداية البداية بتاعت بتكون من اول هنا كده. ده تقدر تقولي على ايه اللي هو الفلاش بتاع الكاميرا او الفوكس. زي ما اتكلمنا قبل كده يعني. اللي هو آآ بيبدأ من من اول هنا من فالسنتر اوف بروجيكشن. زي ما زي ما اتكلمنا ان هو بيترافل في اللي هو دي. اللي هو في الاتجاه ده. دي اللي هو الفوكس. والدي هنا زي ما اتكلمنا من شوية عبارة عن اليو والفي اللي هي الكوردناتز بتاعت او سوري الكوردناتز بتاعت الصورة بتاعت اللي موجودة في. آآ بنطرح منها والسي واي اللي هو احنا اصلا كنا عارفينهم اثناء عملية وعملنا بناء عليهم. فبنطرح من آآ من اطرح هنا اليو من دي اللي والسي اكس والسي واي. بعد كده هنا بيعمل لهم بالدي اللي هي عبارة عن آآ اللي بتمثل المسافة مبين والسنتر بتاع آآ اه اهو هنا عمل وبعد كده بقى بيبدأ انهو يطلع الخاصة بالري ده اللي هو الشوع بتاعنا اللي هو هيبدأ من هنا من وهيتجه نحو الامج بلين. خط بالك احنا قبل كده كنا بنعمل العكس لما ليجي بنصور كنا العملات بتاعتنا كده يعني سري دي وبنحاوله لي تو دي. نعم احنا دلوقتي جايين من وبنتلع قدام نحية الامج بلين. عشان كده جبنا بتاعت الاين. آآ سوري بتاعت او اللي هي الخاصة به الري بتاعنا الري بتاعنا او الشعاع اللي هو بيبدأ من المنطقة دي بالتحديد وباتجه كده. فاحنا عرفنا كده نقدر الاتجاه ده بالنسبة للشعاع نفسه اللي هو بيحصل ده آآ اللي هو بيحصل بشكل ده. هيتمثل فيه دي. عبارة عن السنتر اللي هنا اللي هو الكوردينيت بتاعته هتكون آآ زيرو وزيرو وزيرو وبنبدأ ان احنا نزود عليها الدي اللي هو هنا الفكتور ده. تمام? فده كده الخاصة بالري بتاعنا. يبقى البي هو في الاس هتساوي الاس آآ دي لان هنا طبعا عندنا ده القيم بتاعته هتكون بزيرو وهيديني بس الايه آآ الفكتور ده. تمام? ده كده احنا اعتبر اشتغلنا على الانترينسيك برامترز الخاصة بي آآ القامرة نفسها. آآ لذلك هنا كنا بندخل الدي معانا والسي اكس والسي واي. فتلاحظ ان كل حاجات دي هتخاصة بي الانترينسيك. طيب فيه برضو معلومات تانية لازم تكون متوفرة عندي عشان اقدر اعمل يكونستراكت للصورة بتاعتي من التو دي ورجعتني للسي دي. المعلومات دي لو انت فاكرة لها كانت الانترينسيك برامترز اللي احنا كنا بنطلقها اسنها عملية الكاليبريشن والانترينسيك برامترز برضو لو انت فاكرة كان فيها روتيشن والترانزريشن. طب انا دلوقتي لما يكون عندي آآ القامرة بتاعتي مثلا عملت بزوية معاينة او عملت اا اا او مثلا بتاعي عمل روتيشن بزوية معاينة ولا ترانزريشن بس وبشكل عامي هنا الوقت بيقول خاص بالقاميرا نفسها. مش بالابجيكت. عشان برضو دي معلومة مهمة. فخلاننا نتكلم عن الكاميرا ان هي بيكون ديها وترانزليشن. فوارد طبعا ان بتاعة يتغير بتاع الكاميرا يتغير. ففي الحالة دي بنحتاج نعمل والترانزليشن. اهفكرك بالكلام ده. وبرضو كان هتقولك في بداية المحاضرة لحضرتك فاكرة لما قلت لك ان احنا هنعمل اكتر من مع بعض. خلاننا افكرك بها سريعا كده. كانت تقريبا في الاول خالص. اه هنا. هنا لو انت فاكرها كان عندنا اه تو بوينتس اللي هو البي والسي. وعملنا عليهم اهو. وبعد كده عملنا عليهم ترانزليشن. وبعد كده عملنا تاني. لما انا شرحت لك هنا دي. قلت لك ان دي الخاصة بالترانزليشن. فلما نيجي نعمل. وانا اعمل روتيشن اهو. من خلال دي. وبعد كده حاب بيعمل ترانزليشن تاني. عشان يرجع البوينتس لما كانهم الاصلي. ففي الحالة دي بيعمل ايه? بياخد والسي اكس والسي واي اللي كان استخدمهم هنا. وبيجيب بتاعهم. فمجرد ما انا جيبت بتاعهم يبقى انا جيبت القديم اللي الكاميرا كانت عليه. او حتى الترانزليشن القديم اللي كانت عليه. بنفس الفكرة برضو. تمام? وده الكلام اللي هو بيقوله هنا بقى. هو هنا خلاص احنا طلعنا الخاصة بالري اللي هي هتكون عبارة عن زائد الدي اللي هي كانت اللي كانت ده وخلاص عرفنا ان هي في الاخرى هتكون عبارة عن الدي لان القايم بتاعته هكون بزيرو. تمام? ولكن بيقولك هنا ممكن او او لو القامرة بتاعتنا. اللي هو موضوع الترانزليشن والريتيشن اللي احنا اتكلمنا عليه. فخلاصة الموضوع هنا ان هو بيقولك ان ده احنا هنا من شوية افترضنا ان ده الاكس والاي والزد ان هو هنا القامرة بصة في الاتجاه ده. فلو القامرة دي غيرت اتجاهها يعني احنا مسلا اه جبناها دايمين شوية كده او شمال اه او حرقناها من مكانها فايزا الترانزليشن والريتيشن هيختلف صح? فممكن مسلا عندك تكون بالشكل ده. يعني هنا هتلاقي الكورديناتس مختلفة تماما عن هنا. فايزا في الحالة دي هيكون لها قيم مختلفة صح? فعشان نرجع للقيم القديمة هنجيب الترانزليشن اللي حصل وهنجيب هنعمل هنعدي اصل ان المتريكس المتريكس اللي استخدمتها بالترانزليشن. انا بحرف الكاميرا هونجاية هي الترانزليشن بيكون فكتور مش متريكس. لديل بيكون تي اكس وتي واي وتي زيت بس تمام؟ المهم يعني هجيب ال ترانزليشن وهوم اعملهة بتاعه بتاعته. تفس الكلام بالنسبة اللي بتاعه. اه بتاع بتاعاته. اللي هي بتاعات جديد. الوباوقات دي كده عيب عندي المينوس ار اا اه mineوس ار governments هو هنعمل له انورش. وهنا اه التي دي طبعا عشان ميتريكس. خد يبالك من حاجة وهنا عمل للار لان الار هي ميتريكس. انما التي هنا هي فيكتور زي ما قلتلك فهيعكس الارقام بتاعت الفيكتور دي. تمام? يعني مثلا لو انا اتحركت على اه التي دي مثلا بتكون اللي هي التي اكس والتي واي والتي زيد. تمام? فانا مثلا لو انا اتحركت على التي اكس خمسة وعلى اه التي واي مثلا سبعة وعلى اي ارقام عشرة. وحبيت بقى ان انا ارجع ارجع القديم. دي ماينس خمسة دي ماينس سبعة دي آآ ماينس عشر. بطرح يعني القيمة او بجيب السالب بتاع القيمة اللي عندي يعني. تمام? طبعا بطرح من البوينت بتاعتي البوينت الحقيقية اللي موجودة عندي. تمام? لان بيكون عندي بوينت بعمل عليهم البوينت اللي هو البيكسلز بتاعت الصورة نفسها او الكوروديناتز بتاعت الصورة بنتبع عليها آآ اوبريشنز معينة. فبتحصل بقى عملية الترانزليشن دي. زي الاكزامبلز اللي احنا شرحناه في بداية المحاضرة بالزات. تمام? فده الشاهد من الموضوع يعني انه هو هنا بس آآ عملية الترانزليشن واروتشن هنجيب بتاعهم الاتنين. فهنا بقى بيبدأ ان هو الموضوع كله. هنا بالنسبة للتحويل من ده الكاليبريشن اللي احنا كنا بنعمله في الاول. من خلال بقى الترانزليشن والروتيشن والانترانزليشن اللي هي خاصة بهي آآ وهكذا. وبنكلها بنطلع هنا من خلال دي. يعني الكلام ده شرحناه من نقطة في دي لنقطة في دي. آآ هنا عكس العملية آآ اللي هو الموضوع ده. آآ بيكون عندنا آآ بنعمل عليها او بنجيب بتاعت آآ وبرضو هنا في علامة هي اللي هي خاصة يعني آآ وخلاص شرحنا الفكرة بتاعت الاتنين دول. فهو هنا آآ عملية يعني اللي تحصل على الاتنين دول هنا مسميها ايه? خد بالك دي بتتضرف في بعض يعني. آآ نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله في البداية لما كنا بنكون عندنا نقطة سري دي ونحاولها لتو دي كنا بنضرب البعض. بعد كده هنا آآ بنطلع والفي داش اللي هو بيكون عبارة عن اللي هي الكوردينات بتاعت الصورة في الامج بلين. بنترح منها سي اكس والسي واي عشان نروح للتوب ليفت بتاع الصورة. وبعد كده هنا بيكون عندنا الفكتور اللي هو دي اللي هو بيمثل بقى آآ اللي هو اليو داش اللي بتطلعني من هنا بنسمع على الفوكال لينس. والفي داش بنسمع برضو على الفوكال لينس وهنا الواحد ده آآ اللي هو موجود عمدي خاص به. وبعد كده هنا النتيجة طبعا باخد طبعا بتاعت الروتيشن بتاعها ما انفعش اخدها زي ما هي. لان احنا بنعمل دلوقتي عكس العملية راحين من للسري دي. فبعكس كل حاجة موجودة عندي. هيكون عندي هنا الروتيشن دي آآ سوري المتريكس دي هنعمل عليها آآ اللي هي المتريكس بتاعت الروتيشن هنجيب الانفرس بتاعها ونبدأ نضربها في الفكتور ده فهيديني البي. وبعد كده بقى يبقى احنا كده عملنا آآ طبعا من خلال دي احنا كده بنعمل بنحاول نقطة من يوف دي اللي احنا من من خلال دي. عم طريبة ان انا باخد ال اي. وبزود عليها البي. وطبعا هنا بيدربها في الاس. ده مجرد فكتور عادي. آآ حطه بس عشان آآ يزبط الاوت. لان احنا ممكن احنا نعمل هنا دي. فما تلاقيش مسلا ان هو بيطلع في دي بشكل كويس. فتحتاج ان انت تعمل مسلا عشان تزبطي الصورة بتاعتك. لانا ممكن يكون يحصل اخطاء ولو بسيطة في عملية آآ ممكن بقى الاخطاء تكون بالنسبة لي آآ آآ مرجعتش بشكل كويس دي الماتريكس او اللي حصل برضو مرجعتش بشكل كويس. فالاس هنا مجرد فكتور عشان يزبط بس موضوع التحويل من ال تو دي للسري دي. فهو هنا يعني تاني كده اهو كل اللي عمله خد اليو داش اللي هي جاي من هنا اللي هي خاصة به بتاع الصورة وطبعا العملية في بتبدأ من هنا لان احنا طرحنا وبعد كده بياخد آآ نقطة اللي في يعمل على اللي جنبيها اللي جنبيها وكذا. لحد ما يخلص الصورة كلها. فهنا آآ كل مرة بياخد نقطة من اللي هي صورة ايه. عندي موجود هنا في هاخد القيم بتاعتها اسمها على الفوكال لينس. آآ طبعا البيكس اللي هنا لها كوردينة اكس واي. فبقى اسم الاتنين على الفوكال لينس. وبعد كده هنا بنضربهم في آآ الروتيشن آآ انفرس. وبيطلع لي هنا البي وخلاص بقى من خلال هنا آآ دي بنعمل ريكون استراكتو بنحاول من تو دي لسري دي. بعد كده بيبدأ برضو يتكلم عن بس هنا بيبدأ ان هو يستخدم كمرتين. لو حاضرين الفاكرة من شوية استخدمنا آآ في استخدمنا لسنجل كاميرا. آآ ده عمليات ان احنا بنحول من تو دي لسري دي. انما قبل كده في بداية المحاضرة كنا بنشتاع الكاليبريشن اللي بيحاول من سري دي للتو دي. فساعتها لما عملنا الموضوع ده وعملنا وحاولنا من سري دي للتو دي. عملنا بعد كده موضوع اللي احنا بناءا على اكتر من كاميرا. ولا بنطلع آآ اللي هو بتاعنا او بتاعنا. تمام? هنا برضو بيعمل نفس العملية في هو اول حاجة استخدم سنجل كاميرا عشان يحول من التو دي للسري دي بناء طبعا على اللي هنا دي. اللي بتحول من التو دي للسري دي. آآ فهينا بقى بيتكلم لو بحالة لو عندنا اكتر من كاميرا آآ بيتكلم ان احنا هنا عندنا ودي كاميرا ودي هنا آآ اللي هو هنا آآ اللي بيحصل او هنا بيمثل الاحداثيات اللي احنا كنا شوفناها من شوية اللي هي الاكس والاي والزد بتاعت اللي بيحصل هنا. فهو النقطة دي بسميها وهنا اللي هو الدي وان. فبيقولك ان بداية الشعاع بتاعنا اللي هو اللي اللي هو آآ بتاعنا الري او اللي هو اتفاقنا ان هو في عملية بيبدأ من هنا كده اللي هو من اول العدسة بتاعت الكاميرا لحد المهم يعني ان احنا هنا عندنا على بالنسبة للامج بلين ودي الكاميرا التانية نفس الكلام عندنا هنا على فموضوع او لو انت فاكرة اللي احنا كنا شفناها اللي هي الخاصة بيه النقطة البداية بالنسبة للشعاع نفسه اللي بيطلع من هنا اللي هو الفوكس بتاع الكاميرا يعني يعني لو تفتكري لما طلعناها هنا في الكاميرا كان وبنزود عليها اللي موجود عندنا يعني او ما كانش بالزبط لان احنا هنا كنا بنعمل على وبنسم على المهم يعني هي نفس اللي احنا شايفينها تحت ان هي او الخاصة بالري بتاعنا تمام ده بالنسبة للكاميرا دي وده بالنسبة للكاميرا دي فهو انا بقى بيتكلم ان الانترسكشن بتاع بيشكل لي نقطة في السري دي لان الفلاش ده بيكون كده ما هو الفلاش ده او الكاميرا سنتر اللي هنا هي دي اللي بتصور الصورة بتاعتي اصلا صح فعشان تصور بتطلع فلاش كده من من هنا او بتطلع الفوكس بتاعها من هنا يعني تمام آآ ده هو الكاميرا سنتر المهم يعني او ده ده اللي هو كان يعني بيعكس للصورة بتاعتي هنا في في المهم ان هو ده بداية الشعاع بتاعي او الري بتاع له بيبدأ من هنا لحد بقى بيمشي كده هنا نفس الكلام بالنسبة للقاميرا التانية الشعاع طالعي من هنا وماشي بشكل فضبالك الاتنين طالعين من نفس المكان يعني هنا الاكس والواي والزد عند الاو وان هي هي نفسها الاكس والواي والزد عند الاو تو لان السهم الاصمر هو بيدول ان هما شعاعين طاعين من نفس المكان فايزا الانترسيكشن بتاعهم في المكان ده بالتحديد يبقى دي كده هتديني نقطة في السري دي تمام وبيقولك في البراكتز او لما ليجي ننفذ الكلام دوت على الارض الواقع مش دايما عملية الانترسيكشن بالنسبة يعني للبوينت اللي هنا في السري دي آآ بتكون يعني بشكل آآ بيرفكت بمعنى ان عملية الانترسيكشن هنا مختلفة تماما عن عملية الانترسيكشن هنا هنا الانترسيكشن ما بين عند البوينت دي في السري دي معمول بشكل ممتاز جدا طب يا طرق ايه اللي اختلف اللي اختلف ان هنا آآ الاكس والواي والزد بتاع الاو تو بتحرك شوية يعني الكوردينتز هنا اتحركت شوية لذلك السهم هنا اللي هو الاصمر مش هتلاقي بالزبط على الري اللي هو الاخدر ده هنا هنا هتلاقي هنا مش لذلك حصل شفتنج شوية للبوينت هنا تمام مش في نفس المكان اللي هو هنا مش عند الانترسيكشن هنا بالزبط يعني فده يعني بيحصل لما ليجي ننفذ يعني الكلام ده على الارض الواقع فاحنا بنحاول قدر الامكان ناخد بتكون قريبة من او لان اصلا ممكن يكونوا متويزين يعني ممكن كمان ما يكونش فيما بينهم فنحاول بقى بطريقة ما نشوف اقرب دقطة آآ تكون قريبة من او بس اعتقد ان هما لازم نزبط القمرتين بتاعنا بحيس يحصل يعني ما نفعش يكونوا متويزين لان هما لو كانوا متويزين آآ ما هيبقى الموضوع صعب جدا ان احنا نطلع دي مش هينفع اصلا فلازم آآ الاتنين الكاميرتين يحصل ما بينهم يعني بالنسبة لي تمام او ده طيب آآ فهنا برضو لسه بيتكلم عن نفس الكلام بيقولك آآ في حالة يعني آآ المشكلة اللي بتحصل دي بالنسبة لي آآ ان عملية ما بتكونش ازا ما شوفنا من شوية بسبب ان الكوردنتز بتاعة آآ آآ الكاميرا سنتر بتتغير اللي هي الاكس والاي والزاد فبنحاول نشوف بقى اقل دستانس او ما بين آآ 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 اللي هي بتاعتنا فهنا بيتكلم بقى ان طبعا هنا دول عملهم بشكل متوازي بس اعتقد لو فضلوا يعني طولنا فيهم قوي قوي ممكن يحصل ما بينهم انترسكشن يعني او اكيد هيحصل ما بينهم انترسكشن مهم ان هنا عندي دول فبيقولك بقى ان هو هنا اقل مسافة ما بين هو ده اللي هو عامله باللون البنك وي الوضوز او سوزا او او سوزا او 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 زات لاني او الهافوية يعني اللي هو الهافوية اللي هو الهافوية بتاع اللاين دا بالضبط تمام مهم ان احنا عندنا تو لاينز متوازين فالارثوغنال لاين دا بجيبه كده اه مفروض الارثوغنال لاين دا بيكون عند اقرب مسافة ما بين يعني بشوف دول موجودين فين والارثوجنال اه والارثوجنال او سوري بشوف دول موجودين فين. واقرب مسافة ما بين دول بروح عندهم واعمل الارثوجنال وبعد كده بطلع دي دي. والسنتر بوينت دي بقى هي بتكون على مسافة متساوية ما بين اللي موجودين عنه. فده حل من ضمن الحلول في حالة مسلا لو ما كانش فيه ما بينهم يعني فالبوينت دي زي ما قلنا كده الاول بنعمل عند اقرب مسافة مفروض اعتقد هنا اقرب مسافة مفروض هنا تتعامل كده يعني. تمام? او اي ان كان مش هتفرق يعني هو كده كده الارثوجنال ده. اه لما بجيبه سواء هنا او هنا او اي مكان يعني هطلع فيه الارثوجنال ده. وبعد كده اجيب السنتر بتاع الارثوجنال هلاقي ان والفكرة كلها انا هجيب ما بينهم يعني. فازن اه اي ارثوجنال من دول اي ارثوجنال هجيب السنتر بتاعه اللي هتكون دي فازن دي على مسافة متساوية من او من يبقى ازن برضو دي بتمثل نقطة في السري دي. بعد كده هنا بيقولك ان اي هيكون موجود عندي ما بين دول او دول. فاللاين دوت بتاعته هتكون عبارة عن اه البي اوف تي. لها دي خاصة باللاين ده. طبعا هتكلمنا هنا عن دي من شوية بتدل على ايه? فهنا اه لما نطرح الاتنين دول من بعض هادي اي لاين يكون موجود في المنتصف هنا. اللي هو دي لاين دوت هيكون اه دي اوف اس وتي. تمام? فمفروض ان احنا بقى بنحاول نطلع اه الاس والتي. عشان نجيب اه اللي هو دي اوف اس وتي. لازم نطلع الكمتين دول عشان نطلع اللي هي الاس والتي يعني لازم نطلعه. وده الكلام اللي هو بيقوله هنا وبيقولك بقى وير ان دي وان دي وان اللي هي اه اللي هو الفكتور ده او او المسافة دي يعني لو تفتكر دي وان كانت عبارة عن يعني اللي هو ما بين او بتاعت الكاميرا لحد ده كان هو دي وان اه ده كان بداية الشعاع بيطلع من هنا كده وبعد كده اللي هو بداية اللي الاخضر ده تمام? المهم ان هو هنا بيضربها في اه اللي ده. عشان طبعا نطلع اللي ده لازم يكون معنا الاس والتي يعني. تمام? اه فازاي يطلع الاس والتي ده اللي هو بيحاول يعمله عشان كده يساوي بالزيرو. وهنا نفس الكلام بالنسبة بقى لللاين التاني. اللي هو الدي تو. هاضربها هنا في الدي اوف اس اه اه دي اوف اس وتي. وبرضا يساوي الكلام ده بزيرو. ويبدأ ان هو يحلها بقى آآ باللينير الالجيبر. وما تنسيش طبعا هنا ان الدي اوف اس وتي هي بتساوي الكلام ده. اللي هو البي اوف تي. اللي هو اللاين ده. ناقص اللاين ده. تمام? فده اللي هو يعمله تحت هنا يعني. هيشيل يعني هنا آآ الدي اوف اس وتي. بالنسبة لللاين اللي هو الاول وده اللاين التاني. هيشيل الدي اوف اس وتي. واعود هنا البي اوف تي. آآ ماينيس الاي اوف اس. تمام? يبقى ده كده خلاص شلناه. وعوضنا مكانه هنا اللي هنا دي. تمام? انا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل اوه. وماشي معاك آآ محاضرة اولى جدا انا عارف بس زي ما انت شاف كده هما اصلا محاضرتين في بعض يعني. بعد كده هيبدأ يشيل البي اوف تي وان آآ سوري البي اوف تي اللي هي هنا اللي هي هنا البي اوف تي كانت بتسوي ايه? اللي هو الكلام اللي موجود هنا ده. تمام? بعد كده ماينوس نزلت زي ما هي الا اوف الاس اللي هو الكلام ده. هيعوض به هنا مكان الا اوف الاس وبرضو هنا بيسوي بالزيرو. نفس الكلام برضو هيعمله هنا مع الدي تو. اللي هو البي اوف تي. هيشيلها ويحط الاكويشن دي. ماينوس الا اوف الاس هيشيلها ويحط الاكويشن دي. وبعد كده هيبدأ بياخد الدي وان ويضربها جوه. نفس الكلام الدي تو. فيبقى هنا دي وان في او تو. دي وان آآ هيضربها هنا برضو. آآ هيبقى تي دي وان دي تو. تمام? وبعد كده الدي وان هتضرب في او تو. اهو. بعد كده دي وان في الاس دي وان دي وان. تمام? ما عامدش اي حاجة بس ان هو يضرب دي وان جوه. نفس الكلام مع الدي تو برضو هيخدها آآ هيخدها من هنا ويضربها في القوس جوه يعني. خد بالك احنا اصلا ده كله بنحاول آآ برضه عشان تفهم الكونسبت الاساسي بتاعنا ان احنا بنعمل ترانسفورميشن من التو دي للسري دي. فاحيانا لما بيكون عندي كمرتين وبنجي نجيب الانترسيكشن بتاعهم فما بيحصلش انترسيكشن بشكل فين الانترسيكشن هو بيمس النقطة في ال سري دي. فاذا بيحصل عندي بعض الارور لما بيجي نطبقى الكلام ده على ارض الواقع لها المشكلة الخاصة بالانترسيكشن اللي تكلمنا عنها من شوية بسبب ان بتاع الكاميرا بيختلف اللي هو الاكس والواي والزيد اللي هو الاوبتيكال سنتر آآ ففي الحالة دي بنتطار بقى ان احنا نجيب علاقة ما بين او الشوعين اللي هو بيطلع من لحد يعني مرورا كده بالفوكال لينس لحد ما يوصل فبنحاول نجيب يعني اقرب من آآ الشاعين دول وبنبدأ بقى نشتغل على آآ لاين لاين وسيط يعني ما بين الشاعين اللي عندي آآ وبنبدأ بقى طبعا لاين الوسيط ده اللي هو كان اللي هو كان ما بين دول ونبدأ بقى ان احنا نحل بتاعت الاين ده عشان نطلعه يعني. بعد كده هنا هيبدأ برضو يبسط الاكواشن شوية هو هنا قال لك ان آآ الاو تو مضربة في دي وان وكزلك برضو آآ الاو وان مضربة في دي وان فياخد الدي وان برا وهنا يحط الاو تو ماينس الاو وان كلام ده هايساوي. برضو هنا الاس مضربة في الدي وان والدي وان فياخد الاس برة. وهيحط هنا الدي وان والدي وان في قسين. هي هي نفسها يعني ماينس الدي وان. آآ والدي تو. طبعا الدي وان هنا. مضربة في التي. تمام? وبرضو الدي تو مضربة في التي. فياخد التي برة. وهدي الدي وان مضربة في الدي تو. نفس الكلام هيعمله هنا بالنسبة للري التاني او التاني. بعد كده هيبدأ بياخد دول. ويكتبهم على شكل زي ما احنا شايفين كده. يعني هيجي مسلا هنا بالنسبة الاولى هياخد المضربة في الدي وان ننزلها اهي. تمام? آآ ماينس آآ هنا الماينس اهو. آآ مضربة في الدي تو. وطبعا هنا الاس والتي هياخدهم في فيكتر لوحدهم يعني. يعني بينا عند اهو آآ اس وتي. تمام? آآ طبعا بالنسبة الاول الكلام ده بيساوي ايه? بيساوي الدي وان مضربة في ال او تو ماينس ال او وان اللي هو الكلام ده. تمام? نفس الكلام بقى بالنسبة لللاين التاني او اللي هو الكلام اللي تحت ده. آآ فلو انت جاء ربط تفكي المتريسيس دي هتلاقي برضو بترجعلك نفس دول يعني. فهو هنا بالنسبة للماتريكس دي هيرمز له بالرمز ايه والفيكتر ده هيرمز له بالرمز اكس. والماتريكس دي او الفيكتر ده. آآ هيرمز له هنا بالرمز بي. تمام? فهيبقى هنا عندك الايه مضربة في الاكس هتديني البي. هيجيب الاكس هيجيب الاكس الناحية التانية لوحدها. فطالما جبت الاكس الناحية لوحدها يبقى ايه هاخد الانفرس بتاعها? شغل الانيار الجيبرا يعني حاجات وبعد كده مضربة في البي. اخد بالك برضو من حاجة مهمة ان دي وان بتمثل بالنسبة للكاميرا الاولى. دي تو بتمثل بالنسبة للكاميرا التانية ودي حاجات معروفة بالنسبة لنا. كذلك برضو هنا آآ الاوان بيكون اللي هو بتاع آآ الكاميرا بتاعتي او يعني وده برضو بيكون معروف اللي هو بيكون لو انت فاكرة. اه يعني ده بالنسبة القول بالنسبة لالكامرة الاولى والاتو بالنسبة للكامرة التانية. فم pirate يعني ان احنا بس محتاجين نطلع الاس والتي. ده الليующي وارفناهم هنحل المشكلة بتاعتنا. ووقت في ا 2016 هجيه هنا طبعا ايه وفي الاس والايه وفي هنعوض هنا دي ونطلع اس اللي هي خاصة باللاين الاول communicated ونطلع اللي هي الخاصة باللاين التاني. يبقى اذا اعرب نقطة هتكون من هنجيبها من خلال اللي قدامنا دي. اللي هي المفروض النقطة دي كده اللي احنا اصلا عايزين نجيبها. احنا بنعمل الحوارات دي كلها وجيبنا لاين وسيط عشان بدلالة اللاين الوسيط ده اه بدلالة اللاين الوسيط هنطلع البوينت دي اللي هي البي. تمام? لان اللاين الوسيط ده مفروض يكون قريب جدا جدا من يعني او يكون اه لو انا جبت مسلا بتاعه او او مسلا مش مسلا ده كده فمفروض يكون على مسافة متساوية من او اللي موجودين عندي يعني. يبقى النقطة اللي هي البي دي هتكون عبارة عن اللي هو اللاين ده اللي هو الاولاني ده تمام? اه زائد البي اوف التي ماقص الاوف الاس اللي هو يديني اللاين الوسيط زي ما احنا قلنا البي اوف التي اللي هو ده اطراحه من ده فهيديني اي لاين في الوسط يعني تمام? هيديني اي لاين في الوسط هنا هنيسم بقى على الاتنين طبعا مش هيديني اي لاين عشان نكون اه يعني اا اا اكيوريت في الكلام بتاعنا هيديني لاين زي ما اتكلمنا كده هيكون على مسافة متساوية هنا فاللاين اه اللي على مسافة متساوية ده يعني لما لما اسم هنا على الاتنين انا غلطت. المفروض اللاين ما بيبقاش بالشكل دهه. اللاين بيبقى كده يعني. تمام؟ ليه اه احنا بنحاول نجيب اللاين ده. فاحنا بناخد اللاين ده. اللاين ده بنجيبه ازاي بقى? اللي هو اللاين بيكون الايه وفي الكزيزة ازاي بيهو في التينة وايهو في اللا يو في الكزيزة امام؟ آه فبنقسم على الاتنين عشان نيجيب بتاع اللاين. زي ما احنا اتكلمنا في البداية يعني. ما احنا بنجيب اللاين ده. اللي هو آآ الكلام اللي كان مكتوب هنا. بنجيب وبعد كده بنجيب والبوينت دي المفروض ان هي تكون قريبة من يعني. فاحنا جيبنا خلاص. تمام? وبنقسم هنا على الاتنين عشان نجيب بتاع اللاين ده. اللي هو هيكون بيمثل اقرب مسافة ما بين وبعض ما تنسيش ان دي احنا اصلا ده كله بنعمل ايه? ان بتاع دول. هو بيمثل البوينت دي اللي هي بتمثل نقطة في دي. احنا ده كله بنحاول نجيب علاقة آآ ونحاول من للسري دي يعني. تمام? فإزا البوينت دي كده آآ يعني نجحنا ان احنا نحاول من او نقطة مسلا تكون موجودة عندي في دي وجبناها هنا في اللي هي هتكون النقطة اللي اسمها بي. تمام? كده احنا الحمد لله خلصنا المحاضرة دي. المحاضرة كانت طويلا جدا 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 جدا. آآ ممكن حاولتي اسمعها لأكتر يعني من آآ من مرة. ولو في اي حاجة مش واضحة اسأليني فيها. وشكرا والسلام عليكم.